والرجال رجلة نظيفة يحول اللعب من ناحية لناحية وكلك الشباب بالنقطة دي فأنت بدنياً كنت سيئة للغاية ولكن أنا مودي بعاية سير كلامنا كل النازية اللي قاعدين الطبيب اللي شخص علة الهلال يا أخي الشباب لعب مبارا عظيم بن زيمة من اللعبين اللي تم التعاقد معهم تم وعده بمنحه خنا نقوله مو كل الصلاحيات بس منحه صوت مسموع داخل النادي بن زيمة رونالدو نيمار قبل يصيب الفراس رفض الاحتراف الخارجي هو اللي رافض الفراس رافض ولا في الشتوين إلى الصيف هو كان رافض تماماً رافض النادي اللي بروح له ولا رافض فكرة الاحتراف ماجد الجمعان هو عند الرغبة أن يكون هو رئيس تنفيذي في نادي النصر أو خلينا نقولك اللي يملك القرار على كرة القدم في النادي يكون هو اللي يملك القرار مع أنه أنا أتخذ بها على المستوى الشخصي في أبها في الجنوب يوم المباراة لله والنصر وكانت أول مرة أنا ألتقي فيه فكاننا نتكلم نسوله في المباراة فاتفاجأة أنه هو عنده صورة أنه النصر ينهزب من كل النادي بس ما ينهزب من الهلال يقول هذه الصورة اللي حنا عندنا في إسبانيا اليوم حنا في مدريد مثلا يقول هذا الأخصر من كل النادي أسما أخصر من برشلونا هذه الصورة هي عنده فهذا شيء إيجابي أنه اليوم يجي شخص مسؤول عارف طبيعة التنافس هنا وطبيعة أنه اليوم أنه أنا النصر إذا فلست على الهلال هيتغير موسمي أنا ممكن أجيب دوري حياكم الله حلقة جديدة من بودكاست مرتدة معنا فيها لاعب نقول شفتزي لاعب اللي يجي بالعارف لا هذا الصحفي خالد الرشيد اللي كان فترة ماضية في بودكاست مادة وأنا ما أدري صراحة لش وقفتم وأنا حزين صراحة جدا أن كنتم وقفتم لأن البودكاست حقكم كان مختلف طرحة مختلف إحنا كلنا نحلل كلنا نعطي آراء هو كان يروح في تجاه الأخبار حياك الله معنا حياك الله أبو علي حياك الله أبو عالية سعيد الله بالظهور معكم في البودكاستكم الجميل ومتابعين له شكرا كما أضع شكرا ضيعت الأسل لا لا ولا مجاملة يعني سعيد الله بالظهور في بودكاست مرتدة وزيما قلت أبو علي في أبو علي في الاتصال يقول بينا كسمنا في دقيقة يعني هذا في الكواريس طيب قل لي في البداية لش وقفتم يعني تجربة كانت مراحل تجربة جميلة هو مش وقفنا نهاية وقه يعني مش وقفنا وقفنا لا ممكن يعني داسين على الخطوات للعودة بس أحيانا عارف المهنة بالضبط يعني أحيانا ممكن شيئا خارجة عن إرادات كي يتسبب بهذا الإيقاف أنا أتفق معك أنها كانت فكرة جميلة وإذا تفكرة جميلة بس إن شاء الله نشغلين على العودة قريب بإذن الله إذنك شايفنا كله تحليل صاحب وعالي كل البرامج اللي موجودة الحين في السوق تحليل بس هو كان راح ما أخذ خط ثاني تمام تجاه أتذكر في ممنوع الصحفيين بالجوال يقولون الأخبار عشان يعطونا أفضلية للقنوات والصحف يعني كان عندهم آد فار ميزة إضافية فأسبب ويتخلي نقول عرفت كيف إعلام الموبايل أثر على الإعلام الصحافة فالآن لما يجي بودكاست أخباري زي كذي طيب الأخبار تجيني أنا في لحظتها من وقتها كان تحدي صعب أنا أشوف لا أشوف هو تحدي صعب تحدي صعب بس كانت له ميزة زي ما ذكر فعلي النوش مختلف بالأمان يعني مختلف حتى هنا في السعودية ما أعتقد أنه في بودكاست أخباري أخباري يعني فكانت الفكرة ممتازة زالت الفكرة صراحة قائمة وشغالين عليها بإذن الله إذا في عودة بتكون في 20-25 يعني شغالين على الموضوع بداية 20-25 في عائلة إن شاء الله جاء الله يبعلي نلعب فيها دير بالرياض الشباب والهلال وكانت مباراة يعني مثيرة صراح من بداية هائلين الحكم صفر ما هذه المباراة ممكن ترهت عادل ممكن ترهت إنقلب وكانت الأحداث حتى فيها متغيرة تذكر هذه المباراة الثالثة للهلال اللي يلعب فيها منقوصة العدد والمباراة في مرحلة يعني يلعب ضد الاتحاد في نهاية أو نصف نهاية كأس الملك وأيضا تكررت مع الشباب الآن وبرضو مع الشباب في العربية بطول العربية اللي هي الصيف ما قبل الماضي كان طرد في أول 25 دقيقة يعني سيناريو تعودنا نشوف الهلال فيه ينحط لكن اللي صار ان الهلال يفوز كالعادة لما ينحط في المحك لما جي حالة الشك هذه انتصار وصارت كثير عمستو وطرد ان يطرد مهال لعب مع العين مع أكثر من فريق بس كان هلال متقدم مرتاح بالنتيجة بس تشعر ان الهلال لما ينحط تحت الضغط كده الفريق عنده شخصية العودة في المباراة يعني عنده ثقة اني راح أفوز في المباراة راشي فخرين نقول ان الهلال الفوز اللي صار غطى على كم كبير جدا من العيوب والمشاكل اللي موجودة في الهلال من فاترة واللي ظهرت في المباراة دي بشكل واضح جدا بالأمام الفوز الهلال في المباراة ما نقدر ننكر انه في رغبة من اللاعبين في عودة انت تستقبل هدف في بداية المباراة وبعدين نجيك حالة طارد وترجع بغض النظر يعني عرفت عن جدل التحكيم اللي صار في المباراة فأكيد ما تقدر انك تقول بعد اللي صار هذا ان الهلال انه مضوع بس مجرد توفيق بس تتكلم عن المشاكل لاكيدا فيه فيه جوانب إيجابية لكن بالنسبة لفريق بطل زي الهلال ياخي غير مقبول منك ان عندك هذا الكم من المشاكل وموجوده والمدر ما هو قاعد يعالجها يعني الشوطر أول يقدم الهلال لأمام الشباب واحد من أسوأ الأشواط اللي أنا قد شفت الهلال يلعبها مع جيسوس خلالنا نقول من سنة وجاي وبعد مباراة ضمك الهلال كان سيئ فيها يمكن ما في شوطر الهلال كان مرة 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 برة التحكيز اللي شوطر لمباراة العين يعني سجل هدف حمد الثاني ضيع انفراده عبد رزاق حمد رزاق حمد رزاق هدف ولغي بداعي لتسلل كمية فرص كانت تجي للشباب في المباراة شي غير مقبول من فريق بطل زي الهلال لكن أعتقد ان كل اللي قاعد يصير من قبل مباراة الخليج عشان ما نقول مباراة الخليج هي اللي كانت بداية المشكلة إلى مباراة السد إلى المباراة هذه كلها مردها إلى نقطة واحدة أن الهلال في عذروك أنت الآن كما قنعك كلامي الأسبوع اللي راحب وعلي حكس الهيكل والعناصر السقناتي سالفت أن الهلال بدنيا بالضبط ففي مدربين يقدر الفريق يلعب بشكل زين حتى لو ما كان بدنيا في التوب وفي مدربين ما يعطيك أفضل أداء أنا ما تكتلم عن النتيجة ترى ممكن تكسب وانت سيئ بس ما يعطيك أفضل أداء بالنسبة للهلال لأن الجسس هو من النوع الثاني ليش؟ في نوعية مدربين لما المباراة تصير صعبة عليك لما الفريق ما هو قادر أنه خلينا نقول يصير حاد في الأداء يضغط بقوة يسترجع الكرة بقوة عملت تحولات الهجومية سريعة يكسب سراعات مرت عليك إما فترة في المباراة شاط الثاني لعبة تعبو راح تشاط إضافية فترة الضغط في الموسم تحتاج فيها نكت طيب وش اللي ينقذك هنا؟ أنك فريق تعرف تمسك كرة يعني تعرف تستحوث تعرف تتحكم برتم المباراة تعرف تخلي الكرة هي اللي تمشي وليس اللاعبين اللاعب بدل ما يركض عشرة كيلو يركض ثمانية بس تخلي الكرة هي اللي قاعدة تدور بينهم هلل هنا الفريق مع جيسوس يلعب بهذه الطريقة؟ لا لا من فترة الأولى ولا مع فترة الحالية وهو ما هو بشي تقدر تقول هذا عيب يلا يا مستر جيسوس لابد أنك تعالجه هو أصلا هذا منهجه منهجه التدريبي أني أنا فريق ألعب دائما لعب مباشر أنا ما أحب اللاعب اللي الكرة تطول تحت رجلة عشان كذا ما أحب سلمان الفرج ممكن ما كان من اللعيب اللي هو حب يشتغل العام وعشان كذا هو ما كان مصعب في أولوياته مع الهلال ووافق وسمح على عملية إعارته إلى نادي الشباب لأنه هو اللي كان أصار على استمرار لودي فبديهيا إذا أنت بتطاعة في موضوع لودي في ذيك الفترة اللي لودي ما كان مقنع طبيعيا بتوافقه في أي خيارات ثانية هو رح يطلبها وإذاك بتلاحظ أن النوعية اللعبة هذولة هو ترى ما يحبهم كثير يعني يفضل مثلا في فترة الأولى 2018 يفضل كنو العبدالعطيف صحيح يفضل اللاعب اللي يلعب مباشر اللي بدني أكثر على الفنان اللي يعرف يوقف على الكورة فأنت في المرحلة ذي اللي أداك البدني فيها ما هو بالتوب توقع أنك بتجز تعاني من هنا إلىين يبدأ فريق يتحسن بدنيا بداية تحسن الهلال في الفترة الجاية هي لما يرجع فريق بدنيا يصير زي أول وأمس سنة كتبت غريدة أسهل وحدة قياس تقدر تقس فيها سوء الهلال بدنيا ناظر أي هجمة للهلال تطلع الكورة توصل سالم متروفيتش ضاعة طبعا وراح تجكل الكور إذا ما راح تضربت مرمى إذا مثلا مساكل حرص وقطعها الشباب احسب على ساعتك عشر ثواني خمسة عشر ثانية تلقى الحمد الله هو ثلاثة معه في البوكس حق الهلال سرعة الارتداد عليك ما يبطبيعية الهدف الأول كانت ركنية للهلال وارتد عليك الشباب حالة الطرد كانت هجم من الهلال وارتد عليك الشباب ومعظم هجماتهم الخطرة أمس يا رجل رمية التماس الشباب يرمي الأوت ضغط مثلا الحين المنفذ الأوت ماسكي لاعب لاعبين طلعوا من الضغط أعطوه لاعب ثلاث لاعب ثلاث هذا ما حد يبضغط عليه جوانك أمس لعب مباراة عمر مع أنه بدنيا جوانكا واصل يعني جوانكا اللاعب الكبير ممكن ودعناه قبل ثلاث سنوات صح بدنيا ما عاد اللاعب الأول قبل الهدف هو لاعب أصلا حتى كتركيبة لاعب وسط هو ماهو بعشرة تقليدي هو يلعب للبوكس أكثر تقدم في السن تراجع مستواه وطف البريرا ويحسب البريرا صراحة أزيمة غير مراكس كثير لعيبة في الشباب أنه وطفك لاعب متأخر بس جوانكا عمره ما كان اللاعب اللي قوي في الثنائيات ماهو باللاعب اللي إذا كتفت على كورة بيدفك ويأخذها منك ولهو اللاعب اللي بيعرف يستلم ويدور تحت الضغط يعني زيني فيز ولا زيني لعب ثمانية فنان هو بدع في المباراة لأنه كنت في كل كورة يستلمها تعطيه عشرة خمسة متر ووقته مساه على الكورة والرجال رجلة نظيفة يحول اللعب من ناحية لناحية وكلك الشباب بالنقطة دي فأنت بدنياً كنت سيئة للغاية ولكن أنا مودي أبعالي لسير كلامنا كلنا زي اللي قاعدين طبيب اللي شخص علة الهلال يخي الشباب لعب مباراة عظيم جداً الشباب الشباب ممكن هذه من النقاط اللي نتكلمت فيها في حلقة سابقة بعد مباراة النص لو ترجع زمنياً من لما جاء بيريرا شوف كل المباريات اللي ضد أندي تصندوق اللي لعبها للشباب فاز على الاتحان تنفسيك 2-1 أو 3-1 والله ني ناسي بس فترة الاتحاد كان سيئة وخسر من الاتفاق بالخمس وكانت مرحلة سيئة خسر من الهل 2-1 خسر من الهلال 4-3 اللي كانت في ملعب نادي الشباب وخسر مباراة أمس خسر من النصر الأخيرة 2-1 اللي ضيح حمد الله فيها بلينتي وخسر منهم في مباراة كاسا الملك اللي سجل فيها تلس كهدف في آخر الدقائق القاسم مشترك بين كل ذا المباريات الشباب يلعب زين بس ما يفوز يلعب يقدم مباراة مرضية شوفها تطرع تقول يا أخي حنا كنا كويسين اليوم حنا لعبنا مباراة نفسية هجمة هنا وهجمة هناك ونبادل فريق آخر للسيطرة وانا مناسة كلامت عنها وقتها قلت يفترض من الشباب يبدأ يفكر انه أمام الأندي اللي يعلمنا في الإمكانيات يبدأ يلعب مباراة خلينا نقول متحفظة أكثر ما فيها اندفاع أكثر ما فيها هجمة هنا وهجمة هناك قفل ولعب عن المرتدات ومنها الكلام فانا قلت الكلام اللي قلتها في الحلقة تواصل معي شخص شبابي يعني ما هو الناصر هم شيء لا مبتر محمد الناصر بس انه قريب يعني من المشهد الشبابي ان الفكرة اللي صارت في الموضوع هذا انه وجهة نظر المدرب يقول احنا اذا نبغى نصير فريق كبير لابد نواجه لأنتي الكبيرة على أن فريق كبير صحيح انا ما اقدر اجي عند العيبتي واقول انتم الشباب اللي ارثكم اللي تاريخكم اللي جبتم اللي سويتم الخطاب الاعلامي اللي قاعد يطلع من مجلس الإدارة يعني كلكم شو تمت صاريح صحيح المحمد الناجم محمد الناصر امس بعد المباراة وتاريخ نادي الشباب والكلام اللي دائم وقال وهو حقيقة يعني هما ما ادعو شيء مو موجود ما اقدر احط هذا كله على جنب واجهة عند اللعيبة بدون ما سمي وقل العب وضده لا ونصر زي ما يلعب ذاك النادي لا حتى لو كان بيجيبي الفوز انا بحقق مكسه بالحين بس بهدم شيء اكبر اللي هي شخصية النادي اللي هي انا وش الثقافة او الفكرة اللي بوصلها الحسين الصبياني الشاب اللي امس لعب ظاهر اليمين اللي كان جدا ممتاز عندهم وموف الشباب الصغار اللي موجودين عندهم وش الثقافة اللي انا بوصل رعها عندهم وش العقلية اللي انا بوصلها لا اذا انت جيت عند اللاعب الاجنبي النجم كراسكو حمد الله غيره قلت احنا ما نقدر على الهلال ترى انا بنقفل والله يعينك وقف على الدائرة ومنعنا بس البلايهي وكل يبالي لا يطلع بالكرة يوصل لنص ملعبنا انا ببدأ بتعامل معك انا بتعامل معك انا كنت فريق انا ما تفريق كبير انت قاعد تقولي جوه داخل النادي وغرف الملابس قلت احنا فريق كبير فسنا نجي نلعب معنى ترى انا ماني ضد الخط الثاني يعني انا مثلا لما يجي موريني ويقفل ضد برشلونة انا اقول ان الهجوم فن والدفاع فن اذا جيد في واحد منهم الحب فيه ما عندي مشكلة بس لو احد بيروح لك بوجهة النظر الثاني يقولك انا دائما لازم العب كذا عشان حتى الجمهور اللي تابعني يكون دائما راضي عني انا لما العب ولما ادي تجد فيها صراحة جزء كبير جدا من المنطق فاعتقد انه مباراة كانت عظيمة جدا للشباب لقطة طرد نادر الشراري كانت لحظة مفصلية في المباراة غيرت وجه المباراة تماما لانه منها تساوى العدد ومنها سجل ساوى تشهدف لكن اعتقد انه الفريق اللي لعب افضل لم يخرج بشيء والفريق اللي لم يلعب افضل وعنده كم من المشاكل انا في ظن المجال كان محظوظا نطلع بثلاث نقاط بعد المباراة لانه بعد مباراة الخليج وعدالي صار في السد واضح انه الامور النفسية والمعنوية لك عليها شوف ان تكرتها الشباب فودي والله اني اتكلم فعلا عن بناء الفرق العظيم دائما الفرق العظيم تبنى على مهل لا تبنى بشكل متسرع ومتعجل خلنا نقيسها على الفربول وتشنسي تشنسي تتعاول يبغي يبني فريقه بسرعة الفربول لا هادي في البناء حبه في المنركات من هنا وهذه الجزء المهم انه انا بني فريقي من لحظة بنائي الفريقي ابني شخصيته كاركتر الطريق او هوية الفريق نفسها هو فريق حجومي او فريق دفاعي لو انا من الاساس فريق دفاعي بتبنى وجهة النظر ان يكون فريق دفاعي ولا لعب دفاع نفس ما اشارك للانتر بس ان الشباب لسه جايسي بني هويته وهذا الفريق المفروض انه يبنى يعني على مراحل مستحيل انه يبنى وينافس عن دية الصندوق هذه الميزانية يعني لا يكون شيء على مراحل في نفس الوقت كيف انك تستخدم الادوات او الخيارات الفنية اقل تكلفة عندك وبعلى جودة وانا هنا اشير للانتر على سيمثال اندي اشتر اخر 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 فحارس ففعلا يعني انتر لاندي اللي يقدر يستقطب لاعب ويروح مننا لاعب لجم بقيمة خمسة ستين مليون ولا يتعثر فاعتقد ان الشاب ومفاتح الملعب وقريب اني سجل هدف الثاني فاجأة استقبل ضربة جزاء لما رجع بالنتيجة او حاولت منظرات تميل لها والثنتين ساعات لضياء ضربة جزاء امس نفس الكلام فتوقع هذا الشيء اللي يزعلني ولو انبينا رأى يعني التعامل مع كل المتغيرات والأزمات اللي مر فيها الشباب هالموسم يعني اصبات من مركاته جاء في وقت تأخر من لعبه وبحضره في مقتب تأخر من أزمات من ناحية يعني أمور أكثر أما في الهلال يا ابو عالي اتوقع انه انت شرط النقطة انه لا تصيب في ليغ يعني بادر بالهجوم لو كان جيسوس يعني ما يتبنى ذا الاسلوب كان نزل اللاعب وسط ثالث لعب مالكويمين واستحوذ على الكرة وخلنا نقول هدر رتم ولكن الشيء او الطريق اللي جازة تصير الآن في الهلال هي الجازة تخلي كثير من الناس ينتقدون كليبالي والبليهي على مستوىهم أنا ودي أتكلم عن هذه الجزئية تحديدا لأنه هي اللي تهمني في المباراة تحديدا لأنه كثير كلام طالع على الفترة الماضية أنه مستوى كليبالي والبليهي نازل بينما الطريقة والأسلوب لجازة انتهجة جيسوس لفريق أو للعيبة عدائيا في الطاق يضغطون في أعلى نقطة دفاع متقدم ما عندهم خلنا نقول دفاع أعلى للعيبة الهجوم أنهم يدافعون في أعلى نقطة وما يسهم دونهم في هذه الحالة ولا بدنية لذلك قادر يرجع يغطي معاهم إضافة إلى ذلك فقدوا واحد من أعظم وأفضل لعبين اللي افتك الكورة بشكل سريع اللي عنده قراءة الملاب اللي هو نيفس أتوقع أنه هذه الطريقة وهذا الأسلوب هو شوي اللي أثر على مستوىهم ولكن اللي زعل الجمهورة هلال أنه فيه كمية أخطاء بداية يجعس تصير منك يا بلايهي وأنك كليبال لأنني أحس أنك كما لو أني أول مرة تلعب كورة وأنك من شايل لحم الفريق لأنه الطرد اللي صار ربط جزاء اللي صارت على الخليج اللقطات كثيرة صارت من اللاعبين هي اللي تخليني أنا كمشجع هلالي مثلا أقول يا أخي أنت حملتك كثير بس أنه الهلال مع جيسوس كثير لقطات كان كليبالي وعلي بلايهي يخطون الكورة جدا في تكوين فريق أو في بناء فريق الحالي بهذه القوة تجد سأني يا صيد الشخصي هل حسان ممكن يكون هو الإضافة يعني لو بدلت كل البالي بحسان أو طلعت البلايه ودخلت حسان هل بصري فريق أفضل كثير من المدربين تبنون فكرة مدافع عدائي شرس قوي ميهاب مدافع ثاني أهداء أركض الأذكاء يعني شفنا في رمادات كثيرة بس جسوس ما يشوف أنه هذه طريقة الأمثلة يبغى الثنين كلهم عدائيين يدافعون فعلى النقطة وهذا الشيء إطلاقا حسان هادي ذكي رائق ما ياخذ مخاطرة عالية أهدع الكورة من هؤلاء فتوقع أنه هو ما يناسب خصائص أو طريقة جسوس عشان كده يشوفه في الدكة أنا ودي أنا ودي يا خالد يعني بما أنك صحفي رأي مصادر شباب وين رايح الفترة الجاية يعني الكلام اللي طالع اللي الآن عندنا هندية تم إعلام شكل رسمي أنها معروضة للتخصيص الشباب ليس من بينها ولكن صحفي الكلام قاعد يتداول على الشباب على الاتفاق البعض الهندية اللي ما تم طرحها على أنه بكلها تعامل خاص في الفترة الجاية أتوقع أن كن سمعنا تكهونات كثيرة وسمعنا شركات كثيرة تم طرحها يعني تداول اسمها على المستقبل نادي الشباب لكن على الأقل خلينا نبدأ بسؤال الموضوع قريب ولا بعيد بسرد السنة بسرد خمس سنين الاتفاق أعتقد أنه قريب لأنه بحسب المعلومات اللي عندي يعني يشغلين كإدارة اتفاق مع الموضوع الخص خصة مع طبعا اللي هو الجهات المعنية على الأمر في الاتفاق فالشباب أعتقد الموضوع بعيد إلى حد ما لعدة عوامل وعدة طروف فلان الإدارة الشبابية خلنا نقول لك الواجب أن تتعامل بالظروف اللي أمامها الآن أنا أعتقد أن أحد أبرز الأشياء اللي ممكن تتعامل مع أحدا الشباب بيع عقد كراسكو في الفترة الشتوية أو في الصيف طبعا بيع داخل داخل السعودية بيع للأهلي للنصر للاتحاد سؤال جميل ليه؟ اليوم لو ننظر الكراسكو يوم جال الشباب في كراسكو اليوم فيه فارق كبير في مستوى اللاعب فارق كبير حتى الرغبة عند اللاعب يعني نتكلم صراحة ما هي رغبة كراسكو أول ما جاء خاصة أنه في الصيف ربط حديثه بالاتحاد وفلات الاتحاد وكان اللاعب قريب من الاتحاد وكان اللاعب يرغب في الاتحاد وهذا يعني موسر نقول للجمهور بعدين صارت المشاكل إلى أن استقر كراسكو في الشباب هذا الموسم فإضافة إلى نقطة مهمة هي إصابات اللاعب صفات كراسكو كثيرة جدا تقريبا ما في مباراة مهمة نتكرر الشباب إلا قبل مباراة كراسكو يلعب كراسكو ما يلعب يعني مباراة النصر العام لعبها وهو مصاب وتفاقت عنده إصابة وغافتها طويلة مباراة النصر الموسم هذا لعبها وخرج الشوط الثاني تقريبا مصاب مباراة الهلال اللي أمس لعبها هو مجهز مئة المئة ففي عندك يعني عدة عوامل تخليلك صراحة أنك تفرد في كراسكو لأنه أنت راح تبيع مبلغ كويس داخل السعودية عندك الصندوق من المحتاجه من النادي محتاجه شوف أنا أعتقد أنه النصر يحتاجه الأهلي والاتحاد كلهم يحتاجون كراسكو طبعا هلال محجوز المحجوز يعني مستحينك لو تجيب مص مستحين يلعب على سهلة فأعتقد أنه مكانه محجوز مكان بقى الأهلي الاتحاد تعاقت لا أتكلم الاتحاد قادر أنه يمشي برقوين إلا ينادي صراحة يعني عنده عنده ميزة أنه تصريف اللاعب أنا أقول بالعامية فإنك تأخذ ريسك إنك تجيب لاعب ثاني وما تضمنه من ناحية قدرة بدنية ومن ناحية حتى جاهزية بدنية يعني لو صاب عندي غاب ثلاث أربع مبرايات أنا بتعطي فإنكتش المشكلة حين في الاتحاد أنه برقوين دخل في الجو دخل في المودة الآن يعني صار يشكل ثنائية مع موسى ديابي مع بنزيمة يعني صار ثلاثي جميل جدا حتى مبارة الاتفاق قمس الهدف يسجل هدف سينماي يعني حرام أنه مثلا أنا اليوم يعني لوران فلان كمدربج يقول لكم لا أنا بغير بجيب كراس ومدربين ومميزين نادر ما يدخل عنصر صغير في السنبات برقوين ودخل في المنظومة خلاص دخل في المنظومة ثلاثة اللي قدام كلهم احفظوا بعض كلهم فرنسيين أو شبه فرنسيين يعني 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 العلاقية تكلمهم فرنسي كلهم فهو كان عنصر جديد عليهم وتناغم معهم ودخل في الجو وإنت إنت لش تغيره لكن أعتقد أن ودارة الشباب كان ذكية جدا في التعاقد مع بودنسي صح كانوا سيين الحظ أنه أصيب أول ما جاء سجل لإصابات المواسم الماضي ترى ما كان ينصاب كثير وهو في السنوات الأخيرة اللي مع أولمبياكوس هو لاعب جناح إيسر نفس مركز كراسكو فأنت تقول الآن حتى لو بعوض كراسكو أنا أقول لك أصبر على بودنسي وتشوف أن يلعب بتشوف أنه لاعب جناح إيسر محترم يقدر يعوض كراسكو في الفترة الجاية لكن هل القضية كلها قضية فلوس يعني الجماعة يقولون احنا أو مهم ما ما قالوا الأخبار اللي تداولت أنه كفلنا الصيف الميزانية فيها أرباح بعد عقد بيع عقد بمتعب الحربي كمان لو تبيع كراسكو بصير عندك سيولة أكبر أكبر للفترة الجاية بس أنا أعتقد أنه في الشباب الكلام كله كان اللي قاعد يدار ينقال في الفترة الماضية أنه إحنا ودنا نشتغل بس في جهات هي اللي قاعدة توقفنا استدامة مالية برنامجة استقطاب وبقية الأشياء الثانية فهل هي بس القضية قضية فلوس لا كل محلول يعني لا أشوف هي الآن أهم عام الآن في كرة القدم المال يعني شوفنا أندي كثيرة غيرت من تاريخ من خارج كرة القدم بسبب المال ناخد مثال مثلا من سيتي من سيتي قبل استحواذ سيتي جروب أو قبل استحواذ الإمارات بمعنى الصح بمعنى الصح على السيتي كان عنده واحد بمرلي الآن عنده عشرة عشرة تتكلم عن ممكن في ممكن وجاب السنة دي وسنتين قدامي عادل أرسنال فهشوف القفل غير التاريخ إيه يعني غير التاريخ من سيتي فالشلسي مع رومان برونفيتش غير التاريخ يعني حق بطولات أوروبية كثير يعني في عدد بطولات أوروبية الآن هو يتفوق على أرسنال الصينيين مع ميلا صينيين مجمرون صينيين مجمرون لو قلت لي بنسكوني تطبيق أبياء بواجهة جديدة وتجربة أسهل محافظ استثمارية شرعية ومتنوية مع إيداع سريع وسحب أسرع بعوائد يومية وخطط استثمارية تاخذك للمستقبل اللي تبيه أبيان المالية استثمار يفهم مستقبلك موسيقى اشتركوا في القناة هذا العام صراحة ولا أعلم الأسباب اللي مثلا خلتني اليوم كبرامج استقطاب أو حتى كوزارة رياض الدعم الأندية أنه أنا مثلا أدعم الاتفاق بمبالغ أعلى وما أدعم الشباب أو مثلا أدعم النصر والهلال قبل الاستحواذ وما أدعم الشباب حتى في اختيارات اللعبين الأجانب. بس أنا أعتقد أنه لعدة أسباب يعني أنا أعتقد لو جلسنا مع المعنين في هذا الأمر وعندهم صراحة يعني أسباب مقنعة إلى حد ما يعني أسباب كثيرة يعني وواضحة للجميع لكن برضو من حق الشباب أنه يتم إعطائه ميزانية أنا ما أقول لك عطه وعاملك أنه خلنا أقول لك نادي الجماهيري اللي أنت تنتظر نجيب ناجم تنتظر عائدات مالية وتنتظر بس يستحق الشباب دعم مال يكفيه. الشباب لم يتحصل على هذا الدعم فأنت كيف تتعامل معه يكون عندك عام المال لأن المال اليوم هو شيء مهم جداً في كورة القدم مهم جداً لأنتي اليوم يعني أنت اليوم الشباب كان مو قادر يحافظ على متعب الحرب أمام الإغراءات المالية واضطر أنه يبيعه في النهاية لأنه ما عنده سيولة هذا المهم هنا نحن نتكلم عن المال خاصة الآن في في السعودية وفي الكورة القدم بعد ما أطبث الشباب أصلاً أنه يعرف كيف يتصرق بالمال اللي راح يجيه يعني ما راح يجيني الفلوس هذي وأنا ما عارف أديرها وما راح يكون في اليق بضبط والدليل أنه تعاقد مع حمد الله صفقات ذكية يعني صفقات ذكية جداً أنا أعتقد أنه حمد الله أنا هو أفضل مهاجم في الزورية حتى بعد توبط مستوى الأزال غير طبيعي في الملعب تعاقد مع بودنسي تعاقد مع بونافينتور حتى عودت جوانك جوانك هم مو سيئة يعني مو سيئة أنه كنوا ما يلعب مدافعهم الهولندي أنا أعتقد أنه بالنسبة لي ممكن مع إبانيز وسيمة كان هم الأفضل في الدوري السنة يعني نقطة المهمة أنه شباب يتطلب دعم مالي لكنه ما عنده الدعم المالي بسبب عدم وجود شركة مستحوذة على النادي أو زي الانديت الصندوق مثلاً أو القادسية في أرامكو وصار يتعامل معه بالصورة أنه أنت تبيع وتجيب لعيبة وتمشي يعني أنا أعتقد أشبه بخلنا نقولك مثلاً بتعامل لاتسيو روما في طالب وعالية تعامل مثلاً بخلنا نقولك ستونفلا تعامل وست هاملندي ماري شوي يعني أنا استثمار لو مثلاً راح النادي إلى هذه شركة نضرب مثال شركة مثلاً على سبيل مثلاً طيب إنش كشركة تستيسي في نفس الوقت ما راح أدفع فلوس ولا ما عندي أرباحة وبيجيني منها مردود مائل لأنه نايا هو استثمار الناس تنظروا لأنه الشركة أو النادي لما راح يتخسخص وراح يروح لشركة أنه راح يتم ضخخ فيه أموال بشكل مرعب وأنه راح يكون عنده يعني خيارات في اللعيب وينق ويصير خلاص يوم أنا كاش أقدراش تبعي لها لا ما راح يصير هذا الشي لأنه الطبيعي راح يتحول إلى خلنا نقول شركة راح أتدور أنها تطور النادي تعرضنا مرباحة والنهاية أنا مستثمر ما أنا جاي أدفع فلوسي ما راح أستفيد أنا ودي أحول من هالمباراة إلى مباراة الاتحاد ودي أبدأ من مؤتمر بالآن بعد المباراة لما قال أني أحترم بطولة كأس الخليج ولكن هذا التوقف مضر بالنسبة لنا وكأنه لمس شيء كذا حاسن بيجيه لحظة بيندم البطولة فعلا وتخوف في محلة بس إرجع ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات الماضية في سنة توقف الدوري شهر كامل فقد الاتحاد الصدرارة في موسم توقف الدوري شهر كامل فقد الشاب الصدرارة توقع كأس العالم في موسم توقف الدوري شهر الماضي والنصر ذهب للصين ولم يعد فالآن هي الموسم الرابع والاتحاد ماشي في سلسلة جيدة والهلال أنا حتى أبو عالي أضيف لك موسم كاس آسيا 2019 اللي راح المنتخب لعب بس فقد اللعيب المحليين لأن الدوري يكمل وقتها ينذيك الفترة وهلال المورة طيبة مع جيسوس ثم بعدين أخذ الدوري مسار ثاني فتشعر المبناء نحس أنه فيه كمين ينتظره بعد شهر رح يصير فيه دروب يعني أنا الآن فيه أفضل حالة لي والهلال فيه أسوأ حالة لي فيناسبني أنا أن يلعب مع الهلال مثلا أسبوع الجاي وأسبوع اللي بعد نصف نهاية كاس الملك والهلال يطيح فيه مباريات أصعب ويتعثر لأنه هتر الدروب للهلال وأنا فيه أفضل مراحلي فأعتقد أنه كانه أشار إلى نقطة وهو متخوف منها وكان أخذ لها نقطة مرجعية له لو حدث شي ترى أن أقلت لكم أنه بطرة الخيج ممكن تكون عامل سلبي في تقدم الفريقي لأولقب الدولي هو بدل ما يولامي أنت لو تأخذ المرحلة الحالية الاتحاد قادر أنه يعني يكسب معظم مبارياته الفريق ثقة عالية جدا بالنفس وتعامل مع كافة الإصابات زي ما يقولون فوز يجيب الفوز بينما المنافس هو في أعلى مراحل الشك بالنسبة له وقاعد يلعب دوره ويلعب طولة النخبة الأسيوية فمضغوطه بشكل كبير جدا ومن بعد مباراة الخليج وثانا واضح أنه في دوامة أنت ما تضمن بيطلع منها بعد مباراة ولا بياخذ شهر عشان يطلع منها فأنا في الشهر هذا ممكن أن يكون فرقت عليها بعشر نقاط فلما يجي كاسة خليج ويوقف المنافسة ونرجع أنا ما أضمن بأي وضعية بيرجع وبأي وضعية بيرجع فأكيد أنها مزعجة بالنسبة له لكن بمنك يا أبو عالي تكلمت عن بلان يعني خلينا نقول في كثير من الناس إذا قال رأيه يحب أن ينتصر له يعني مهما يبدو له من الشواهد اللي بيشوفها بعدين يتمسك بالرأي حتى لو كان يعني خط أنا من الناس أنا من الناس لنتقد لوران بلان كثير وما أقول الآن كلامي يعني أن هذا هو أفضل مدرب وأفضل خيار الاتحاد ويستعدوا الاتحادين الفوز بالدور وكاس الملك قد لا يفوز بأي شيء هذا الموسم لكني أحترم فيه جدا أن الرجل قاعد يصلح مشاكل الفريق كل ما يمر وقت كل ما المشكلة اللي نبدأ نتكلم عنها تحس أنها تبدأ تصغير بداية الموسم نتكلم عن خطات دفاعية في الاتحاد مؤخرة ما صار نشوف رايكوفيتش يعني رجل نشتاكلها في المباراة يعني تمر ربع ساعة 20 دقيقة ما نشوفها بداية الموسم كل خمس دقيقة فريق منفرد في نادي الاتحاد فكونوا تصلح المشاكل على مدى الجولات هذه صراحة نقطة تحسب جدا للمدارب لعلنا في انتقادنا بداية الموسم أغفلنا جانب مهم جدا أنه الاتحاد هذا الموسم هو أكثر فريق غير عن ناس يعني الهلال النصر الأهلي احتفظوا ب 8-9-10 لاعبين من فريق الموسم الماضي الاتحاد دخل رايكوفيتش دخل بيريرا دخل نتاي دخل حسام عوار ودخل موسى ديابي ودخل بيرقوين نهيك عن عودة عبدالله وسابي نهيك يعني كمية تغييرات بنزيمة بنزيمة يعني بس موجود مع الفريق بس ألا يراحل يعني تكلم أكثر من نص الفريق الأسانسي اللي قاعد يلعب تقريبا تشوفه في كل مباراة تم تعاقد معه في الصيف الماضي عكس بقية الأندية فطبيعي أنت تحتاج إلى وقت أطول عشان تبدأ بصمتك أنت كمدرب تباني على الفريق تأثيرك يبان على الفريق أنك تربط الموضوع بالنتائج فتنتظر تصير أنت محايد في كلامك عن لوران بلان وتمدح اللعيبة وتكون الأمور في الاتحاد طيبة ثم إذا خسر الاتحاد الدوري إذا صارت أزمة ولا تراجع ترجع فريق شفت قلت لكم أن لوران بلان لن ينجح معنا هذا الاتحاد بس وعلينا النجاح وشه وشه مفهومك للنجاح مفهوم النجاح أنك أنت ترجع فريق المنافسة مرة ثانية لأن إذا كان معيار النجاح هو أنك تكون بطل الدوري فعندنا فريق ناجح 17 فريق فاشلين وهذا هابد عمر ما رح يصير في كرة القدل بأي وضعية بلان استلم الفريق فريق كان الموسم الماضي جاي من كارثة حرفية وبعيدا عن هذا كله تبقى أكبر صفعة تعرضها لاتحاد الموسم الماضي لك تخسر سبع مباريات من منافس لدود بالنسبة لك زي الهلال فالوضعية اللي بلان استلم فيها نادي الاتحاد ما كانت مثالية أبدا دخل عناصر جديدة على المنظومة في حين البقية كانوا أكثر استقرارا ولعلنا كلنا نقاط محللين جمهور جينا عند الرجال ذا وقلنا من أول عشر جوالات كسر الدنيا صر أفضل فريق هجومي أفضل فريق دفاعي وإذا صار عندك خلل في جانب فأنت فيك مشكلة لدرجة أنه في حتى في بعض الجماهير كانوا يقولون أنه لازم إدارة الاتحاد تاخذ قرار استباقي تغير المدرب شف النصر ذيك السنية مشال كاريني وجاب روي فيتوريا وشي اللي صار شف الهلال مشال بيسيرو شف مدريبين مدرب اعتقادا المدرب هذا ما رح نقدر نوصل لشي بعيد معه ونرجع أقول لك إذا أنت كنت تبحث مني أنا عن ضمانات أنك بتفوز بشي دالسنة ما حد رح يضمن لك شي لا أنا ولا غيري لكن يحترم الرجع على الكورة اللي قاعد يقدمها يعني أداه هجومي مستوى مقنع تنوع في مصادر الخطورة الهجومية العناصر اللي قدام زي ما قلت قبل حطهم في الفانتزي وانتن مغمض كل واحد منهم بيغرقك نقاط دفاعين من مباراة قادسية ما قاعد يستقبل هداف شو تبي أكثر يعني فعليا وممكن فريقه سيتطور وكلامه دائما في كل المؤتمرات حتى المؤتمر كان قبل المباراة الاتفاق يقول أنه إحنا لازم نتطور ولأن يتكلم عن فترة التوقف فممكن تمر على الفريق أزمة وأرجع وقول أنه التحدي الكبير بالنسبة جدا لنادي الاتحاد هذا الموسم هي فترات التوقف اللي بتصير كنت تنورنا في الموضوع أتوقع أن الدوري بيوقف في وقت كاس آسيا اللي هي دوري النخبة الآسيوية اللي هي مراحل خروج المغلوب إن عندنا ثلاثة أنديا تقريباً بتلعب فيها فعندك فترتين توقف كل واحدة حول ثلاثة سابيع أو شهر هذه هي التحدي الكبير اللي ينتظر بلان أما اللي شفناه منه في الجولات الماضية اللهي فريق ممتع فريق رائع مشجع الاتحادي صار يتابع المباراة قلت أنا بمبسط بمبسط يعني الفونز شبه مضمون بس أنا أنا بتابع مباراة على أساس أني أنا بمبسط لكن في المباراة أعتقد أنه كانت مباراة عظيمة عدد من عناصر الاتحاد لكن عودت كريم بن زيمة كانت جداً مهمة للاتحاد في هذه الفترة ولي أعتقد أنه قاعد يلعب دور كبير جداً على الاتحاد سواء على مستوى الصناعة أو حتى على مستوى التسجيل أنا برجع كثير في الحلقة دي خالد اللي صار الصيف الماضي في كده نادي لكن في الاتحاد عملية بيولي اللي بعدين شفناه في النصر ثم ما جاء قلان استمرار بن زيمة وقيل أن بن زيمة يأخذ كثير من القرارات في نادي الاتحاد هو فعلاً الرجال يتدخل شوف أعتقد أنه أمر إيجابي اليوم أنه بن زيمة مثلاً أو حتى رونالدو نجوم بشكل عام في العالم لهم رأي مسموع ورأي مؤثر أنا أعتقد أن بن زيمة كسف التحدي على الاتحادين أنفسهم يعني إلى الآن خلنا نقولك أو راهن على بلان وراهن على التعاقد مع عوار أحضر اللاعبين اللي هو يرغب بقدومهم الاتحاد الآن في شكل فني في الملعب في شكل جميل جداً من اللاعبين من جرد بن زيمة يتدخل أو ما يتدخل هو يتدخل يتدخل في جدال زي كثير اللاعبين يتدخلون في دوري روشن أنا أعتقد أنه هو راهن على التعاقد مع بلان وكسب والدليل الاتحاد الآن متصدر وفي كأس الملك السير يعني بخطة جيدة وواصل لدور الثمانية لكن اللي صار في الصيف ما بين بن زيمة والاتحاديين كان له عدة عوامل أنه في ترصبات من الاتحاديين من العام الماضي واللي صار مع اللاعب وأنه أنت يعني تمشي أصلاً ونجي بلاعب غيرك وأنه والبرامج تخطاب لابن زيمة يمثل وجهها خلنا نقول لدور السعودي وقيمة فنية عالية خلنا نقولك ما تم يعطاء الصالحات بقدر ما كان رأيه مسموع جداً هو فعلاً أحضر التعاقد مع بلان أوقف بصفقة بيولي أوقف صفقة مدافع البلجيكي راح نبال يسمي اللي هو الأعتقد بس أوقف صفقة الأمكي أوقف صفقة هو قال أقال قياردو تسبب في رحيل إدارة المرحاية تسبب في رحيل إدارة لأي ناظر تسبب في رحيل مجموعة الضخم من اللاعبين كل شي يسوا كل شي هو فعلاً هو بنزيمة كل شي يسوا في الاتحاد لكن أعتقد أن كسب التحدي بس فرق يعني في فرق بين أنك تشور أنه يأخذ رأيك وتقول لنا أرى أنه إحنا نتعاقد مع هذا المدرب أو ذاك أو أنك تفرض لأنني أعتقد أن إذا وصلنا إلى مرحلات أن النجم يفرض على النادي أن يروح باتجاه الخيار ألف أو الخيار أربع إحنا الموضوع ما صار نادي كرة تقدم أنا أعتقد أنه الأندية هذه نفسها بالإداريين اللي موجودين فيها أو حتى صندوق استثمارات يعني كاوكا شركة مالكة الأندية هذه ما يقبل أنه مثل هذا الأمر يصي لكن لو جاك اللاعب مثلاً زيت أنا تتكلم عن كريم بن زيمان قال لك والله فإحنا لو كونا طاقب لعيب يتكلمون مثلاً نفس اللغة تكلم زي مو شرط يكونون لعبين معه سابقاً أو هو يعرفهم أو يجمعهم وكي الأعمال واحد هنا ممكن أنت تبدأ تشك في الموضوع لكن يقول لك والله إحنا تتكلم نفس اللغة عقليتنا قريبة من بعض ممكن لو سكننا قريب من بعض في كامباوند واحد إحنا بنصير جيران وأصحابه العلاقة بيننا حلوة فوش المانع أن يكون مجموعة من اللاعبين اللي بينهم هذه الألفة وحكينا يمكن مع عبدالهادي أنه القادسي أخذ النموذج هذا ورح جاء بلاعبين معظمهم ناطقين بالإسبانية إذا ما كانوا كلهم إسبانيين من أورقواي من مكسيك يعني بس تجمعهم الثقافة وخلينا نقول اللغة واحدة اللي هما مجموعة اللاعبين مع مدرب يفهم علينا ونفهم عليه والرهان بيصير إحنا بيصير عندنا غرفة ملابس أفضل أجواء هادئة أكثر لأن الجو الموسم الماضي كان مشهون في الاتحاد فهذا سيؤدي إلى إحنا بنلعب أفضل وحنا بنساعد المدرب وحنا والمدرب بنساعد بقية العناصر اللي هي موجودة سواء الأجنبية مثلا زيفا بينيو اللي ما تقدر مثلا تحسبها على هذه الكتلة أو حتى اللاعبين السعوديين واللي صار السنة هذه اللي على أرض الواقع إلى الآن إن الجميع ده صار أفضل من إداء العام الماضي هل هذا السيناريو لم يصير أقدر أقول عنه إنه غلط مية بالمية؟ لا ولا أقدر أقول عنه إنه صح مية بالمية اللي أقدر أقول عنه إنه غلط قولاً واحداً إن اللاعب يأخذ قرار مهما كان اللاعب لما يجي يأخذ قرار ويقولك أنا بجيب فلان وفلان وفلان معي ولا أنا بسوي ويا أبيض يا أسود سيلي سواء ميسي يا أجيب سواريز وبوسكتس وبقية الشلة يماني بجاي لا هنا هذا ما في نادي محترم يقبل على نفسه بمثل لما يجي يعني مثلاً طلع كاسترو مقابلته مع عبدالغوس العربي وش قال قال الكسترس كان خير الرابع والخامس ترى هذي يصير في كل لاندي أنا كنت تحط المدربين اللاعبين تحط عندك تستهدف عدة أسماء واحد من أول تصالي قلتك أنا ما أبي أجي للمنطقة واحد يدق عليه يقولك أنا فيه اتفاق مبدأي بيني وبين فريق في المكسيك مثلاً فأنت تحط القائمة فأنا لم يكون معروض عندي على الطاولة هذا وهذا بس النجم الجماهيري اللي هو بن زيمة يقولك أنا بتناغم مع هذا أكثر من هذا وترى لما تحط مقارنة بين بلان وبيولي أنت ما أنت قاعد تقول سين من المدربين عشان ما أسمي وهتسفيلد حكت على هتسفيلد الألماني يعني ترى هم حول بعض يعني يعني ما تتكلم من واحد فارق مرة يعني جايك مسيرته عند ثلاثة شامبينز ليغ ولا فايز بالدوري عشرين مرة في أوروبا يعني هم متقاربين فيقولك والله أنا بتناغم مع هذا أكثر أنا أرجع وأقولك ما هي بصح مية بالمية لكن فيها وجه من المنظم لأنني أنا أتوقع أنا ما ودينا كلامنا يصير كيف بكل واحد رأيه حر فيه أنه اللاعب يفرض لأنني ما أعتقد أنه في منظومة رياضية محترمة زي اللي عندنا بيجي اللاعب وبيقول يا المدرب ده يا أنا بمش شوف أبو وإذا صارت فهي كارفة صراحة لا أشوف بن زيمة من اللاعبين اللي تم التعاقد محهم تم وعده بمنحه خنا نقوله مو كل الصلاحيات بس منحه صوت مسمون داخل النادي بن زيمة رونالدو نيمار قبل يصيب فهي زي ما قلت أنت ممكن تكون نقطة إيجابية ممكن تكون نقطة سلبية فلو أخذناها مثلا على الهلال والأهلي مثلا الهلال مثل اليوم هالهلال في نجم سوبرستار يعني كقيمة بن زيمة ورونالدو تكلم عن مستوى العالم اليوم نيمار لا لا طلع نيمار اللي هو مصاب يلعبوا يا أسر يلعب في الملعب فصارت التجانس والمجموعة واحدة لأنه كل اللعبين يعتقدون أنهم نفس التأتيب في الأهلي نفس الحكاية فيه محرز بس محرز داخل الملعب ليس محرز مثلا من سيتي يعاني كثير خاصة الموسم هذا يعاني كثير فهذا عطت مثلا نقطة ممتازة للهلال ونقطة جوهرية حتى الجسوس أن تكون الصلاحيات الأعلى له لأنه أنت اليوم لو عندك رجب عالمي لونيمار يلعب فكانت فيه كثير من الداخلات كنا ممكن تحدث جديد على الرياض حمدل على السلامة في أول يوم لك في الرياض تستعلم أشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزات ممكن يوضع يومك وانت تبحث عن موقف دور موقف أو تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شي أو كل شي صغير قريب منك تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عاد أو تسكن في صفر مجتمع يلبع احتياجك ويسبك توقعاتك سنة سبعة وتسعين اغتيلت طبيبة في أمريكا كانت رح تصير أول جراحة أعصاب سعودية الدكتورة سامية ميمني مين قتلها؟ وليش؟ وهل صحيح أن وراء قصة اغتيالها مؤامرة لصرقة اختراعاتها الطبية؟ عشان نلقى أجوبة لهاي الأسئلة قابلنا عائلة ميمني وقررنا نروح لأمريكا ونبحث عن القضية في المحاكم لحد ما وصلنا لباب القاتل اسمعوا القصة كاملة عن اغتيال سامية ميمني في بودكاست أصوات حصرياً على تطبيق راديو ثمانية أبو هالي كلامها كما لو أن الحياة وردية وش زينة ولطفت لا أشوف خلينا نتكلم خلنا نروح لواقع خلنا نروح لواقع لواقع يقول أنه اللعيبة الأبرز في الدوري لهم صوت مؤثر ومسموع والدليل أحداث الجاسة تصير أنا ما جالسة أقول لك شيء كده من رأسي لأنه اللي صار مع بنزيم الموسم الماضي لما مشه وترك النادي وتجلس في الجزيرة حق واضح أنه تمرد لما راح غيرت أشرب أنا لما راح لما جاء وعملت تغييرات الكبيرة في الإدارة وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى حتى المدربين واضح هذا الشيء جالس تصير في النصر جالس تصير بشكل واضح جدا وفاضح بسنت ما عندك تأكيد ما عندك تأكيد أنه لي أخذ القراءة أبو علي كل شيء في الحياة ما عندي على تأكيد أنا ما قدر أضمن لك إنني ما كنت موجود ما يجالس بس أني أنا شوف بسنت ليش تفترض السيناريو اللي يقلل من احترام النادي أبعلم كميش لدرجة أن لاعب يتحكم أبعطيك أنا ما شوف التقليل ما في تقليل ما في تقليل أنت الآن جايز تبني رياضة وكرة قدم من عندك بالأموال لأن ما عندك منافسة قوية تغريهم فيها ولا عندك دوري قوي تغريهم فيها فتجيبهم بالأموال زائد تعطيهم يعني صراحيات أكبر وحياة خلنا نقول فيها العديد من أكثير من رفاهية للعائلة نفسها فهي عوامل مكملة هذا شيء أصلاً إجباري الآن يصير أنا متأم يعني ما ألوم إي داراتنا تتخذ أو أنها تسقط في هذا الخطأ لأنه طبيعي أن يصير لأنك لسا نجاز تبني منظومة لسا نجاز لو قوى الانتحاد واصبح علامة جارية قوية لو قوى الهلال النصر أي نادي صار علامته أعلى وصار الدولي تنافسي قوي ومحفز اللاعب نلع فيه ممكن هنا أن يقول لك أفرض احترامك ومع ذلك أبعطي الدرجة معين لبعض اللاعبين أنه جاءوا مثل ميسي ورونالدو في أنديتهم في إسبانيا في فرشان رامديد بس وجهة النظر أنه بناء هوية النادي وفق جنسية وحده كريم جزيمة على حق يعني سواها الهلال مع البرتغال وبرازيل لغة وحدة هوية وحدة خطاب يعني أقدر أنا كنت كنت رول على غرفة الملابس يعني لعيبة حتى يدخلون أجواء المدينة يصير بينهم يعني ما في ملل في المدينة تخلأ أجواء بشكل يعني ناجح بس أنا لو بترجعني إلى الاتحاد أبأقول لك هو أعظم رجل في الاتحاد من الموسم الماضي الخلل كان لما نمر الحال التصادم مع الإدارة الأجنبية لما جاءوا الصحفيين الاتحاديين والتسريبات كانت تكلم أنه هذو الرجلسين يدمرون النادي الموسم الماضي هذا كان يدمرون النادي لأن خطابهم هم المسموع لما هذا الوضع سووا كنترول أو سووا تحكم بالعمل الإداري داخل الاتحاد جاء له أي مشعبي مشع حتى له شخص فاهم يعني عمل في البيئة وفاهم في العمل الإداري فيه توافق كبير بينه وبين الإدارة فالصنع خلنا نقول حالة تغيير على مستوى اللاعبين الصفقات الأسماء اللي جت إضافة لذلك خياراتهم في العناصر اللي جبوها سواء محلين وهجانب كانت ذكية جدا قلتها حلقة الماضية اللعيب الكبار اللي جبوهم هم لعيب عندهم حافز النجاح العمري صالح الشهري وغيرهم الأسماء واللعيب الشبان الصفار هدفهم أبعد لكن عموماً أنا عشان أكون واضح أنا ضد تماماً اللعب يتدخل الآن الناس تحب تحكم أو مثلاً الفكرة يقولك هي صح والغلط بناء عليش بناء على نتيجة إذا الاتحان تفاز بالدوري معناتها أن سواء بنزيمة صح إذا كان تدخل وليس استشارة إذا كان تدخل فهو صح فالصح المفروض أنه في كل حالة في كل نادي أنه يحقق للعب أنه يتدخل بينما أنه في ظني أنه الفكرة حكمك عليها هي صح والغلط هو على الفكرة نفسها وليس على نتيجتها فكرة أن اللاعب يتدخل يقول جيبوا ولدات جيبون هي غلط في أي مكان في العالم لكن أن اللاعب لها صوت مسموع أو تأثير ترى ما صارت بس عندنا ليوني المسي كان وراء تعيين كل المدربين اللي جاءوا بعد قارتي ولا منهم تاتا مارتين واللي في سابع أحلام ما يحلم أن يدرب نادي زي برشلونة ولكن لأنه إرجنتيني ومسي بطريقة ما جابه وقاعد على تكة احتياط نادي برشلونة صارت مع مبابي في بيريس سانجرمان لما جدد عقدة اللي كان إلى 2025 اللي كان في صيف 22 وأخذ الكابتنية وأخذ عدة مزايا أنه فيما يتعلق بالقرارات الرياضية داخل النادي مشورة إدلاء رأي لكن فرض ما فرق أنا أقول لك مثلا أبو عالي أو التبخات القرار من يتخذه تبي بيولي أو تبي بيولي الفكرة الفكرة أن الآن إحنا نجلس من اللي بيتخذه القرار في الاتحاد بيتخذه رامون بلانس وبيتخذه اللي هو دومينغو اللي موجود ممكن نستشيرك طيب إحنا وش القرار الهائي وش القرار الهائي هم اللي لازم يأخذ المفترض هم اللي لازم يأخذ وش القرار اللي يطلع قرار اللي اللي صادق عليه سعدت الساد كريم نعم أبو عالي مو شارط لش ما جابه مدافع لش ما جابه مدافع فرنسي بريرا لش ما جابه راموس بريرا تتكلم فرنسي بريرا برتغال يعني لش ما جابه واحد من رابعة يعني ليش في النصر بعد كاسترو ما شف له مدرب برتغالي ثاني يعني وش العلاقة الحميمة اللي موجودة بين رونالدو وبين بيولي بس هون جابهيرو هون اللي بقى كاسترو هون اللي قويدو بيطالي نحكي عنها في محور النصر بس أنا القصد أني ما أعتقد أنه أنديا محترمة يأخذ فيها اللاعب هذا القرار لكن لأنه لاعب نجم ومؤثر وهو محور خلينا نقول النادية أو غرفة الملابس وله صوت مسموع وله تأثير كبير جدا مهم رأيك طيب أبو عالي لو قلت لك لو جيت مثلا عن بنزيم اليوم وخلينا ناخذ بنزيمة ورونالدو ما حنا في دوري أنا وقعدين نتكلم عنها وجيت اليوم عن بنزيمة قلت تعال مثلا بنوكي معك وراح يكون لك قرارات مسموعة أنا ما أقول لك لك القرار الأوحد ولكن قرارك مسموع في بعض الملفات المهمة القرار اللي كنت مسموع فيها وهذا اللي صار اليوم هذا اللي يصير يعني اليوم بنزيمة مثلا في الاتحاد رونالدو في النص قاراتهم تعتبر مسموعة أنا أختلف معك أنه هي تنفذ مسموعة تنفذ 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 هو مو يعني هو مو بكل قرار لها أنا أقول أنفذها ولكن قرارات المصيرية خلنا نوضحها أكثر لتخلص كرزة قدم اليوم وندرب ولعبين أجانب لو جاء عند إدارة نادي الاتحاد قال الإجازة دي لدنيا شتى خلونا ناخذ إجازة ونرجع قبل الدوري بثلاثة أيام نتمرن في جدة لا وبدأ ما في محسك توقع يقول له الأسم لا طبعا هو كناعب هو كناعب يختارني يرتاح يأجز بس أنا ما رح أسمع نادي ثامرة نادي كرة قدم محترم يعني أنت مباراة الجاية بتغيب أنت ممكن تعرض الإصابة وتغيب عشر مباراة ثانعشر مباراة زي ما إني بعرف ألعب بدونك وبعرف أخذ قرارات بدونك أنا ما رح أرهن مصير النادي والأربع وشرين لاعب الآخرين اللي موجودين في المجموعة رغب سكنت عندما تبغى ولو صارت فهي خطأ خطأ كبير جدا صارت لأنه حتى الصحفي المقربين من له أي ناظر قاله صراحة أنه هو استقال بسبب أنه ما عنده صلاحيات من صلاحيات البنزيمة الرجل مشه هنا بعدها تم التعاقب مع بلان تم التعاقب مع بريقوين حسام عوار هو تقريبا لاعب عاضر هو قالها قال لا لا أنا شرت في حسام عوار هو بنزيمة طلع في أنا ما أمفي أنه يستشار أنا أقولك ما أتوقع أنا ما عندي معلومة بس أنا ما أتوقع أنه يفرض هذه مغلّف الاستشارة مغلّف طرع بنزيمة طلع تكلم بعالة المغرودية بالاتحاد في عبدالله من عبدالله أمي عبدالفيصل فيه جدا نسيت وله كانت ضد من لما سألوه قال نحن نشوف الخيارات ونقيم ونختار هو قاعد تكلم بسار رئيس النادي أو ريستن فيدي هو المدير رياضي هو جاهز يتكلم بهذا الأمر وأنا ما أشوف أنه صراحة فيه تقليل من الاندي مو لأنهم بنزيم رونالدو عندنا هنا في اندياتنا لأنها حصل صارت قبل وهم يجون يعني يعني رونالدو مثلا في يوفينتوس وبعالية من تابع الكاتش في أول سنة مع لقري تم تغيير لقري قالوا بنجيب ساري مدرب هجوم يرونالدو فتم استشارة رونالدو وتخيل نادي يوفينتوس برشلونة نذكر جاي يدرب برشلونة هو والله ما يدرب حتى شيخ حارت له ايه والله فريق الحارة ما يدرب مبابي أخذ الكابتنية على على آخر سنة أخذها على راموس على ميسي نيمار بل فيه ماركينيوس بل الصحفي المقربين من باريس كانوا أنه سبب خروج نيمار هم مبابي طلب خروج نيمار خروج ميسي طلب تعاقد مع باركولا لعب ليون يعني طلب كثير تعاقدات فأنا ما شوف أنه شي أنه لأن الكرة الآن تغيرت أنا أعتقد أن الكرة تغيرت صار النجم له التأثير على النادي وهذا تكلم فيها جزيلا مورينيو قبل المدرب هو لها الصلاحيات لكن اليوم النجم الشعبية هي اللي تضغط على إدارة النادي فإدارة النادي فإدارة النادي مش تقول أنا خلاص أنا ده ما ضحي المدرب لا أخلي اللاعب واكسب أنا صوات النادي والجمهور ممكن اللاعب يجيب لي مدرب وينجح معي سيب بلان يعني بلان أول ما جاء كنا كنا قلنا حمام التحدي بس كنا قلنا والله بدخل التحدي في جدار الآن الرجل متصدر متصدر والفريق في كل مباراة الأخطاء اللي كان شوف التحدي في الملعب قاعدة تقل وواصل دور ثمانية في كأس الملك ومتصدر الدوري تقريبا ثلاثين أو ثلاثين نقطة محققة في الدوري رقب قياسي يعني رقب قياسي رقب قياسي جدا معدد تهديف للفريق عالي استقبال هداف للفريق ضعيف جدا مو نفس العام الماضي ففي النهاية بن زيمة لما اتخذ القرار أو خلنا نقول أخذه المشورة يعني هو كسب في النهاية والله أنا أرجع أقولك أنا أحكم على الفكرة كفكرة وليس على النتائج لأنه أحكم عن النتائج إقالة المدربين في الدوري السعودي هي تكسبك الدوري يعني الهلال في ست سنوات جاء فيها الدوري الماضية أربع مرات كان يقيل المدربين نصر نصر في فوتوريا ونماذج نصر مرتين في فوتوريا ومعدة سيلفا في ألبين وخمسة عشر قال كانيدا هو متصدر وجاء في الدوري صارت كثير جدا بس أنا ودي أنتقل للأهلي اللي ينتصر للمرة الخامسة على التوالي توالي دعني نقول وجاء سفريق قدم آداء رائع ويطلع من أزمة كان كنا جالسين هنا تذكر في أحد الحلقات كنا يعني قلنا خاص بيقال لي يسلي اليوم بكرا القرار بيطلع بيقال ولكن اليوم يوصل لإنتصار الخامس أول سلسة انتصارة توصل لخمس مبارات متتالية في جميع المسابقات بالنسبة لي يسلي أنا أريد أن أفهم مش قاعد يصير قبل ما أدخل في المرة داخليا في الأهلي شوفك وعالي اللي يصير في الأهلي صار في الاتحاج في السيف وصار في النصر اللي هو صراع قطاب اللي يقول لك الحين في الأهلي يقولك إنجليز يقولون يستحوذون عن النادي اللي هو رون قورلي ولي مدير رياضي يقول لك أنه يسليه معه الألمان الألمان الأعضاء الأهلي الصندوق يدعمون قارات أو المشورات اللي يقدمها رياض محل من الكلام اللي يقال لكن في الأهلي أنا أمتأكد من أمنات هذه أنه لو هي على رون وعلى لي طيروا يا سليه من الصيف بالضبط أنا أكد 200% لأنه في صارت مشاكل ما بين رون ما بين لي ما بين يا سليه صحيح بل أنه في اختيرات الصيف تمت بناء على رغبات رون ولي وأخذ فيها مشهورة يا سليه بس أنه أخذها مشهورة لأنك بس أنت سترى مدربة سترى بنجيب خارج والهم مصر مخلصين مع خارج فهمت أنا أضرب لأنه يا سليه كان ضد رحيل ماكسيمان إلا ببدير وطلعه وتكلم فيها يا سليه كان لم يكن إفانتوني هو خيار يا سليه الأول في الأهلي صحيح كان فكتور أوسمين ولكن المدير الرياضي والريس التنفيذ هم هم اللي خلصوا مع إفانتوني ولم يتم التعاقد مع فكتور أوسمين ورغم أنه كانوا متفكين معه تماماً هلين هم إنجليز هلين هم إنجليز هو إنجليزي ممكن كذا نفس ما صار مع سلفة برقوين مع المدير التنفيذي سوريز وليفيرا لما كان يفاوض بورتوف ثم حول على برقوين الهلندي عشان ما يربح بطبط أنا أعتقد كذا ليش لأنه أنت تشوف المشهد الإصار في الصيف مشهد يعني مشهد غريب يعني أنت رئيس التنفيذي واللاعب وراه وفي واحد صور بالجوال هو كان صاحب سكاي وصور الفحص بعدين حتى طريقة الإعلان يعني أنا يعني لو بتكلم لوني أهلاوي مشهد تليق صورة بالجوال كذا وهم ومسكين تي شير يعني لا الرسمي يعني وكأنه الموضوع صار في ليلة وضحاها فهمت لي على طول بس يلا خلاص تعال لأنه لازلت أقول أنه يايس ليه كان هو كان فكتور أسيمين هو الخيار الأول كان يحظى بتأييد صراحة من سواء من الطاقم الفني أو حتى من اللاعبين تعاقد مع يايس مع فكتور أسيمين لكن تم التعاقد مع إيفان توني بناء رغبة رون غورلي ولي المدير الرياضي في الأهلي بعد ما ساءت النتائج كان تمت تفاوض مع أكثر من مدرب أكثر من مدرب كان تم تفاوض الإنجليزية تم تفاوض مع برندر روجرس وتم تفاوض مع أو خنا نقول جس نب ساوتكت وكان لمبارت لمبارت خيار كل لندي أصلا يعني أنا أعتقد أنه أي نادي ممكن يقيل مدرب ممكن تم التعاقد مع الأنبار روجرس عنده فترات جيدة يعني معنا أندي اللي تدربها برندر روجرس البقية والله أقل خيارات ما تطمع فيها تم عرض ريفيتوريا ترى على الأهلي لكنهم محلية صفات ليش ما كان فيها يعني نافتين انتقالات ما تم فيها لصفقتين لعب موليد ويثمتوني فقط شوف يا يسلية طلب الصيف طلب ظهير أيصر صحيح يا أجنبي يا محل جبوا لظهير أيصر يعني صحيح ما تم التعاقد طلب لاعب وسط سوبرستار تم التعاقد مع عبد الموليد اللي هو لاكسندر اللي هو يعني من إصابة ما تم التعاقد مع مهاجم برغبة المدرب تم التعاقد مهاجم برغبة الإدارة التنفيذية تم التفريط في مكسيمان من دون تعويض فلا نصر شوف راسي بركان يلعب جناح مرة فيه يلعب جناح مرة حس فيه لخبطة في الأهلي فأنا أعتقد أنه هذه كلها مشاكل في الأهلي زي اللي ما يقولك نار تحت الرمال يعني خلاص تنتظر مثلا تنتظر مثلا بس تنفجر هذه الأمور لأنني أعتقد أنه اللي يخليها ما تطلع على الصدق بس اللي خليها ما توصل مرحلة أعلى وتكون مثلا صوتها مسموع اللي هو الأهلي جاهسين بس لو الأهلي يتعرض إلى عدة نكسات انتكاسات وعدة سلسلة نتائج سلبية زي ما صار مثلا في النصر مع كاسترو كان تصار أنا شوف كاسترو يسلي قدر يصيد فيه نقطة مهمة فيه نقطة أنه اللاعبين يدعموني يسلي هذه معلومة أكيدة المحلين والأجانب كله 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 أغلب اللاعبين يدعموني يسلي عندينك سؤالة ما أقدر أتجاوزها وش أنت قلت أن يا يسلي طالب ظهير أيسر الصيف الماضي الأهل يتعاقد مع عبد الله العمار ومع ساعد بالعبيد إذا كان هو من وافق على تعاقد الأهل معهم فهذه كارثة أنك في صيف واحد توقع مع ثنين لعيبة في نفس الخانة تم تجي الصيف اللي بعده تقول أبغى لاعب ثالث هذه مشكلة أو أنه ما هو هو اللي اختار أن يوقع معه هذا السؤال الأول السؤال الثاني لا من المفروض يأخذ القرارات داخل العندية القول الفصل لما نحن نقعد في الغرفة لا إحنا ثلاثة طاقين لا ثلاثة هم أو مثلا كل واحد مننا عنده رأي من اللي عنده شخطة القلم الرئيس التنفيدي صح ولا لا إذا الرئيس التنفيدي والمدير الرياضي يقولون يا يسلى لازم يمشي مين اللي يمبقي يا يسلى معنات أن الشخص لديه قدرة على اتخاذ القرار زي ما الرئيس التنفيدي عنده قدرة على اتخاذ القرار أجل لش أنت موظف إذا أنت توظفهم بتعطي صلاحيات إذا فرضنا أن حتى توظيفها غلط لكن إذا ما يقدر يأخذ قرار أهم قرار يأخذ الرئيس التنفيدي ومدير الرياضي مدرب أنت لش جايبينك أصلا لش النادي في مدير الرياضي علالة عشان تدير مرحلة أنه إحنا مدرب كرة القادمة اليوم يقعد سنة سنتين فإذا راح المدرب ما تهج معنا هذا شغلة مدير الرياضي وإذا المدير الرياضي والرئيس التنفيدي ما يقدرون يشيلون المدرب اللي ما هم مقتنعين فيه هذا موضوع ثاني هم لش ما هم مقتنعين فيه ماذا كنتين سواء داخل النادي خلني بش رباطي نظام الإدارة في القرارات المصيرية اللي زي كذا أنت كرئيس التنفيدي عندك ميزانية محدود فيها وعندك قرارات مصيرية تتخذها قبل أن تتخذ قرارات المصيرية أنت عندك ملاك أنا مالك النادي في مجلس إدارة اللي هم الملاك نفسه أجلس عنده في الطاولة وقلوا لنوح أننا رح نقيل يأس له ورح يكلفنا تكلفنا هذه اللقالة خلنا نقول 100 مليون عسي مثال فأنا هنا كمجلس إدارة لا نحن عندنا ميزانية هذه أنت لو أقلت يأس لي بيصير كذا بيصير كذا بيصير كذا وماليا نحي تكلمون بعيد عن الأمور الفنية لأن الفنين هم مقتنعوا أنه ما ينفع سيحن أنت وديني على الأمور المالية فيشوفون أنه غير مجدي قياساً بتكلفة الإقالة مثلاً زائد المعطيات اللي أنت عدتني على الصعيد الفني فهنا أنا كمالك أنا اللي حق لني وقفت لأنه أنا أنت محدود الميزانية لما تحاوث تتجاوز هذه الميزانية أنا لازم أوافق عليها فيقالة المدرب يعني أنك رح تتجاوز هذه الميزانية يعني أني أنا لازم أوافق عليها يعني أني أنا ضرفتها هذا باختصار اللي قاعد سينا شفت السؤال الأول أنا ما شوف فيها شي صراحة ليه لأنه بيب مثلاً في الستي يغير خط دفاع كامل وكل فكل صيف قاعد يغير اللاعبين يعني اليوم أنا مبضرون لأنني أنا كمدرب مثلاً جبت مثلاً خالد وفشل مبضرون لأنني أنا خلاص أستمر عليه اليوم أنا كمدرب أبحث عن نجاحي فأنا جبت لاعب سيم اللاعبين ولم يقدم مصر المطلوب منه خاص أطلب لاعب ثاني بديل عنه التعاقد مع عبدالله العمار وبلعبي الصن كان في قبل الإدارة الموجودة اللي هي إدارة المدرب كان موجود المدرب كان موجود بس هل المدرب أعطى خلنا نقول لك قراره أو هل يعرفهم أنا بالنسبة لي اليوم كمتابع مستحيل مدرب جاي من ألمانيا ما لها شهر في الصيف يقول لك مثلا مثلا جب خالد جب ما يعرف قيس مستوى اللاعب يعني هذه الحالة ترى أنا أشبهها في التعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب تعاقد النصر مع رودي قارسي بس رودي قارسي ما كان يعرف عبدالرحمن غريب فتم التعاقد مع بناء على أنه موهبة أنه موهبة والإدارة تعرفة أنه لاعب صاعد في الكرة السعودية وأنه في أندية كبيرة جاست فاوض اللي هو كان الهلال والاتحاد كانوا مرغبة في عبدالرحمن غريب فتم التعاقد برحمن غريب لكن ما كان فيه قرار فني من قارسية والدليل أنه تم التعاقد معه ما كان لاعب بصفة أساسية دائمة مع قارسية كان فيه كثير من برايات احتيار أتفق معك لأنه حتى لو حتى لو يعرف اللعب أو تابع لقطات له أنا ما عرف الربطه بمستوى اللعب السعودي عشان أقول لكم اللعب ده كويس ولا لا فأنا لما أجي من تقول لي قرار زي كده فهذا اللي صار مع عبدالله العمار وسعد بالعبيد أنه يسليه حتى لو هو هو ما عرف هم معرفة تام موت وتابع لهم أصلا كان توجاي فالأساس ذلك هو طلب ضهير أيسا أنا معلومة كما فيه أنا واحد مقنع أنا ترى معلومة بس أنا أقول الفلوس اللي دفعت على اثنين ذهولة بس هذا يوقع فهذا إجابة السؤال وأنه ما عنده كانت طلاع كامل ويرى أنه أنا يعني اليوم عندني مثلا عشر لعبين الجالب أنا أحاول استفيد منهم في الأماكن اللي أنا ممكن أشعر أنها عندي عيب فيها وعندي نقص فيها السؤال الثاني اللي هي الرئيس تنفيذي الرئيس تنفيذي ومن اتخذ القرار اليوم المعادلة في الأندية الإدارة الفنية اللي هي مدرب رئيس تنفيذي مدير رياضي طبعا تأخذها من كل نادي لآخر لكن أنا أتكلم عن أندي اللي أنا أعرف فيها من اللي عنده الصلاحيات مثلا في النصر مثلا الصلاحيات تكون هيرو هو اتخذ القرار من نسبة كيف يجي بعده بيولي ويجي بعده الرئيس تنفيذي زيما ذكره عالي أنه واصلا موجود في اللجة عشان يقول لهم والله مثلا تبقوا ميسي مثلا والله ميسي بيكلفنا مثلا مبلغ قدره عند الميزانية ما نقدر فنروح ونروح خيار الثاني مثلا اللي هو مثلا نيمار يلا أوكي هو يبدأ يفاوض نيمار اللي هو مدير رياضي والرئيس التنفيذي لكن هل هذا الشيء في الأهلي فيه دارة رياضية اللي هي وعنان اللي هي رونغور اللي ولي ويا يسري بس من اخت تخت القرار فيهم الثلاثة وهل هم متصافين يعني هم يجتمعون أصلا وهل هم يجتمعون أصلا جمعهم طاولة وحدة لأنه مش ممكن أنه المدرب وأنا متاكمل معلومة ذي أنه عنده علم يقين أنه لو على رونو ولي أقلوه من زمان يعني من زمان جدا أصلا أنا أنا كمدرب اليوم مثلا وعلي أجي أقول والله هابيكتور وسمين فاجأت ولي والله طرح اتفقنا مع إفانتوني أنت ما لفبيت طرح رغبتي أنا أنا أقولك لا تمشي ماكسيمال لا تمشي ما عندنا ببديل مشي إذا وجدتك بديل تروح تمشي ماكسيمال تمشيت ماكسيمال هذي كارث الحال أصلا كيف كيف سمح برا مستخطاب أصلا أنه أنا أدفع نصر الراتب أو حتى ربع الراتب وودي برا في الدرد التوركي خليه يلعب في التعاون يلعب في الفتح بأني أنا اللي أدفع راتب الموضوع العلاقة بفراس من أي ناحية توني كانت مرتبطا أن فراس من فراس رفض الاحتراف الخارجي هو اللي رافض أي فراس رافض ولفش توي إلى الصيف هو كان رافض تماما رافض النادي اللي بروح له ولا رافض فكرة الاحتراف رافض النادي والفكرة في شكل عام يعني ما ما هي مهية لأنه أنا أعتقد أنه حسب فراس حسب الشكل الصحي اليوم عمر فراس يعني طرمه مو صدير 24-25 أعتقد أنه أكبر من ذلك طبعا طبعا هو اللي بحسب اليوم أنا لو لعبت كم بجس على مدى الرج مثلا وانا نجمت هنا وانا نجم هنا وماشي كويس هنا مثلا يعني على أكس مروان الصحي مثلا عنده هامش طور كبير اليوم مروان قدموا سهم مع بيرشكوت بلجيكا عنده عرض من إليقا وارس وعنده عرض من بازل السويس اللي هو بازل اللي يعتبر اللي يعتبر اللي طلع محمد صلاح بالأكثر أنا أشوف هذا هو التطور المطلوب أصلا أنه اليوم أنا عفي بازل أروح للف الأعلى اللي هو الدولي الإنجليزي أو الإسباني أو إنيك ومن أنت تنطلق لكن في رأس هل هذه الخطوات أنا اليوم كفراسة بريكان أضمن أنها بتكون سريعة وما بتوقفني وما بتوقفني صح هنا سؤال مهم يعني زي سعود الحميد الآن السعود يعاني في روما يعني جدا في روما أدلي أنه مع المدخبس سعود يعني بستثناء مبراطي ستورال اللي هي الشوط الثاني كان كويس لكن في الثلاثة الشواط اللي هي الشوط الأول مبراطي ستورالي ومبراطي ستورالي ومبراطي دوليس كان سيئ جدا سعود الكل كان سيئ لا أنا ما أتكلم عن أنا أتكلم عن لأنه محترف بر يعني يعني أفروض أنه شيء أعلى أيوة يعني ولا أنا هين المدخبنك كله سيئ طيب بما أنك سميت الاندي أنت أنت أستطيع أن أقول والله لأن المصر قالي لا تقول لكن شوف هو نادي كبير نادي نادي كبير في من الصف العلي يعني خلنا نقول من العاشر وطالفك ايه لا لا نادي كبير في في إيطاليا وعنده نادي برضو في أوروبا ثاني وفي إسبانيا بس برضو رفض هذه مشكلة المصر لن أعطيك معلومات يقول لا 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 تقول لا تقول لا تقول لا تقول فهذه المشكلة لكن مصعب عنده الآن هامش التطور نواف العقيدة عنده رايح نواف نواف أعتقد أنه بروح بس نواف عنده مشكلة أعتقد أنه نواف يحتاج لتدخل جراحي يعني في الظهر لأنه الطبيب اللي راح له في نسيته الله في فرنسا وسبانيا اللي قبر شهرين هو عنده صابات تجي كلموس في النصر أعتقد أنها كانت من العام الماضي صابت في الظهر فالطبيب أوصاها أنه سوى العملية سوى العملية ورتاح يعني خلاص فأنا أعتقد أنه إذا هو ما أعتقد في نادي أوروبا اليوم بياخذ نواف يقولك يلا راح سوى العملية وبنتظرك يعني طيب مين على اللستة كمان شف الشتوي بطلع يسل وحوم ايه ايه الشتوي هالي مين على القائل شف هم التوجه للعبين الصغار يعني تتكلم عن مصعب تتكلم عن أيمن يحيا تتكلم عن حسان حسان تنبكتي لتوجه للعب الصغار اللي ممكن يخدموا المنتخب خاصة في كاساسي عشرين سبعة وعشرين وكاس العالم عشرين ثلاثين لأنه كاس العالم عشرين ثلاثين ومصلا مركزين على اللاعبين الابتعاذ اللي الآن عمرهم في سبعة طاعش فمانطاعش السنة تقريبا هذا اللي هو التوجه لكن الآن هل الأندي بتوافق لأننا عندنا صدق مشكلة الآن أنه أنا النادي لما يجي يقول عندي احترافك عوضني موافقة تعوضني هذه مشكلة ثانية عوضك بياش أصلا يعني هل الأندي كيف يعني أنه أنا ودي جبت واحد مجنون رئيس نادي هلال في مرحلة من الجهنية إنسان بلا عقل قلت له وقع الانتقال سعود عبد الحميد إلى نادي راما بهذا المبلغ لن يوقع معنه مجنون بس بكون مجبور لأن اللاعب يبي يمشي لسعود طيب عادي خليك عندي هنا وبيعك عندي سعودي هي في النهاية لازم لطرافك لطوافق يعني ما يمكن مثلا خلنا نضرب المثال بسعود بالحميد الهلال قاله صراحة لا ما أنا بيبي ولا ألوم لأنه أنا أحتاج أحتاجك مركز أحتاج المركز وبدال ما أجيب أنا مثلا كانسلو ظهيري أيمن أجيب لا أجيب جناح أيمن وعندي سعود طهير خلاص كذا أنا قويت فريق لكن سعود لا سعود كانت هو عنده الرغبة أنه يطلع أصرا طب المبلغ عشر مليون يعني مبلغ حتى ما يسو عشر مليون ريال يعني هاي مبلغ هو مبلغ يطلع الهلال من قيمة صراحة صراحة يعني عادي يفرط فيه وخلي في الدكة سعود إذا كنت أنا بس ما قدرت تعامل اللاعب كذا لأن الفيفا اليوم يرفض أنه أنت تقول اللاعب لا أقدر اللاعب لا 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 صح صح لأن سواها بريس نجرام مع مبابي لما جلسه بره ومعرابيه ولما جلسهم بره وقال بس أنه كان يسوي درجة معينة من أن يضمك التشكيلة أنا أزلك آخر دقيقة فأنا أقدر أتلاعب حايل عن نظام هذا أقدر أتلاعب عن نظام هذا بس أنه أنا أبدل أجعلها حل أبخليك عندي سنة ومنها ممكن تغير رايك أبخليك عندي سنة تصير كثير مع لعيبة يا أخي دخي يتذكر كان قريب من الانتقال للريال والفاكس بعدها يبغي يروح يبغي يروح بس لمن تهلمز لا الريال بغاه ولا هو بغى طلعه لا لأن الريال خلاص نفاز مبدأ بس حتى هكذا فهي الفكرة أنه المبلغ زعيد مر طيب خلينا نروح يا أبو عالي أستار اللعب خلينا نروح للمحور اللي قلنا نبتخليه على بعد ما تتكلم عن كل عين دي اللي هو ممكن وطيل فيه أكثر اللي هو نادي النصر وجودك معنا اليوم إضافة كبيرة يا خالد يمكن تحديدا في هذا الموضوع تحديدا لأنك واحد من أكثر المصادر النصراوية موثوقية اللي نقول في الفترة الماضية ولعل المشهد الحالي في النصر فيه الكثير من ما يحدث خلف الأبواب المغلقة اللي الناس ما تدري عنها واللي هو امتداد لكل اللي صار مع النصر من بداية تحول النادي انتقال إلى ملكية صندوق استثمارات العامة وكل المراحل اللي مر فيها بعد ذلك تكلم اليوم عن ثالث رئيس لنادي النصر خلال فترة وجيزة اللي في خلال الفترة هذه الهلال لا يزال محتفظ برئيسها وفي تغييرات يمكن حتى عددها قل في العندية الأخرى تكلم عن مدربين كاسترو والآن بيولي تغييرات كثيرة صارت في النصر كلها أدت إلى أنه الظروف والبيئة في النصر ما هي مستقرة في الفترة الحالية بنروح للسياق الزمني وش اللي صار طوال الفترة الماضية لكن خلينا في أكثر اسم يتم تداوله بين النصراويين في الفترة هذه اللي هو موضوع الأستاذ ماجد الجمعان كفاءة دارية كبيرة جدا تجربة مميزة جدا في نادي نيوكاسل وقيل أنه قريب جدا من العمل داخل النصر بيجي النصر يشتغل بيمسك أي منصب تحديدا كلي بتعطينا الجواب وش اللي قاعد يدور في المشهد ليش هو أصلا بيترك نيوكاسل ويروح للنصر وإذا جاء للنصر تحديدا وش الدور اللي ينفروض أن يلعب داخل نادي نصر شوف ماجد الجمعان شخصية ناجحة يعني ولا يعني يحتاج أن نذكر هذا الشيء لأنه السفية حق تحدث ماجد الجمعان اللعب دور مهم جدا في استحواص النقطة مرات العامة على نادي نيوكاسل دور جوهري ومهم وكان من بداية الفكرة بداية التفاوض كان هو المسؤول الأول عن هذا الملف ونجح فيه باستحواذ على نادي نيوكاسل لاعب سابق لكنه مختلف عن اللعبين السابقين يعني متعلم عنده ماستر ماستر والباكلوريس كلها من أمريكا يعني فهو مطلع على الوضع كان برضو يقول الجولف السعودية في أمريكا فهو شخص عنده هامش ما شاء الله تبارك الله التعليم عنده عالي جدا يختلف عن اللعبين السابقين اللي يكون بس لاعب خلاص يعني بطل بعد الكرة ماجد الجمعان هو عنده رغبة أن يكون هو رئيس تنفيذي في نادي النصر أو خلينا نقولك اللي يملك القرار على كرة القدم في النادي يكون هو اللي يملك القرار يحظى بتأييد شرفي يعني من ضمنهم الأمير خالد بن فهد العوض الدعم وأنا أعتقد لو ماجد الجمعان صد القار رسميا خلنا نقولك بقيادة الفريق أو نكورة استنفيذي أو يكون لهم منصب نافذ في النادي راح يكون عودة الأمير خالد بن فهد مباشرة للدعم يحظى بتأييد من رؤساء سابقين مثل الأمير فيصل بن تركي سعود السويلم يعني خلنا نقولك يحظى بدعم كبار رجالات النصر على مدار التاريخ لكن اليوم هل هل ماجد الجمعان إذا جاء للنادي اليوم راح يكون راح يعمل كل هالقرار خاصة أنه أنت جايب أصلا مدير رياضي اللي هو فرناندو هيير اللي هو أصلا هو لهالقرار الآن سواء فيه تعاقدات مدرب اختيارات اللاعبين تشكيل إدارة رياضية التعاقد مع الجهاز الطبي في النادي التعاقد مع مدربين الفئات السنية للنادي المدرسة اللي النصر بينتهجها إلى أربعة سنوات خمس سنوات على مدة عقد هييرو الخطة الزمنية اللي هي الموضوع على فهذه كلها أشياء تأخذ بعين الاعتبار واليوم السؤال مهم جدا هل رايد إسماعيل أو المسؤولين في الأندية لهلال والنصر والاتحاد والأهلي هم يملكون قرار الاستقناع عن رؤوسات في ذي الأجانب أو هي تعود المالك اللي هو الصندوق ونتكلم المالك اللي هو شخص يعني أعلى في الصندوق هو اللي يتخذ القرار للتعاوض مع الرؤوسات تنفيذي الأجانب فهذه كلها أسئلة مهمة جدا لكن ما يجد الجمعان يعني أنا أتكلم بالمصادر أنه يرغب أنه يكون في النادي وكلها القرار ويرغب أن يغير صراحة لا يقل عن لاعبين في الفترة الشتوية مدونهم أندرسون تاريسكا يعني عنده عنده خطة عمل عنده خطة عمل جاي أنه مثلا بنغير اللعب فلاني بنجيب اللعب فلاني بنتعاقد مع كذا هذا اللعب يمشي عنده خطة عمل واضحة لكن هل القرار اليوم يكون للإدارات لأعضاء مجلس الشركة في الأندية ولا المالك نفسه أعلى في الصندوق هذا السؤال المهم لكنه يحظى بتأييد شرف يحظ تأييد شرف يحظ ما يحظى بتأييد من الصندوق كان واحد من أهم الأذرع اللي استخدمه صندوق استثمارات العامة للاستحواذ على نادي نيو كاسر يعني هو ما هو جاي من بيئة خارجية هو منهم وفيهم صح أبو علي بس في النهاية الصندوق أنا وضعت لك أسس لهذه الأندية أنه اليوم فيه عظام الجسدارة فيه رئيس تنفيذي من الصندوق لرئيس النادي اللي يقوم فيه اليوم رئيس إسماعيل في النصر هو اللي يتخذ القرارات رئيس إسماعيل رئيس إسماعيل خنقلك عشان أوضحها للجمهور هو رئيس النادي الحقيقي يعني بس وش ما نصب في الفعلية خلني نقول على وردك ش ما نصب المعرفة شوف في فالصندوق فيه خمسة أعضاء ورئيس النادي واللي هو الغير الربحية ويكون رئيس مجلس أشبه في رئيس مجلس الإدارة اللي القرار النافذ له حتى عرش التنفيذ وحتى عمدير الرياضي هو هذا الشخص اللي هو يمثل الآن في النصر رئيس إسماعيل اللي أخنا بس لطك المعلومة اللي هو يعتبر رئيس النادي فيما سابق صاحب القرار صاحب القرار وصح يعني موجد فيعيش اللي المفروض اللي يتخذ قرار لا هو يتخذ قرار للإستنفيذ نتكلم بس هو عنده صلاحية أعلى مرجس التنفيذ ما في أحد أعلى من رئيس التنفيذ المفروض إلا مجسد إلا المالك هو المالك هو الممثل للمالك هو شكل يعني يصي ما تقول هو اللي يمثل اليوم مثلا مالك الناس وصندوق التمرات العام يمثله رئيس اسماعيل زي مثلا أعطيك مثال في رياض أوكي في مدير رياضه بس هو لقرار نافذ عليهم طيب أنت قلت ماجد جاي من تجربة عظيمة جدا حتى عمل في نيوكاسل على مستوى أبو عالية ماجد كان في إدارة سعود السويلم كان مستشاة كان عظم مجلس إدارة وكان له قرار فني واضح في إدارة سعود السويلم أيضا عمل في نيوكاسل على أن يكون عظم مجلس إدارة في نيوكاسل في فترة تقريبا من الموسم الماضي وقبل الماضي وأيضا عمل على استحواذ الضخم اللي عملته في مكان السعودية على لعبات القورف وهو كرئيس استحاد القورف بس الكلام اللي أنا اللي بغى أفهمه هل يبغى يكون بكانه مكان رائد إسماعيل أو مكان قويدي أو مكان هير شوف هو المكان اللي بيه ماذا الجمعان يكون هو هو رئيس تنفيذ النادي اللي هو اليوم عنده قارات من من ذولي؟ طبع يكون هو بقويد يكون هو مكان بقويد هو يرغب بذلك ماجد الجمعان بس أنه أوكي أنا مكان بقويد بس أنا قراري نافذ حتى على هير هذه الرغبة أكيد الحير بس في النهاية أنت مدير رياضي هير وهل هو راح يقبل أنا مستحيل أنا وكي نتصادم معه وبيتصادم معه يعني مستحيل أنه أنا أجيب مدير رياضي ويقول يوم الله مثلا أجيب خالله ويقول نغير بروزوفيتش من جيب مثلا سيم اللاعبين لأ في النهاية في مدير رياضي نظام أيوة فهنا المشكلة الآن أنه الماجد الجمعان حتى وجاري استنفيذي حتى تتمعي تصليحات كاملة والصحيح أنه إذا أنت خلاص جبتوا الاستنفيذي حتى تصليحات كاملة أنه أنت خلاص أنت عطيت المنصوب الحقيقي إذا ما كنت أتبعوا علي اللي هو للنادي اللي هو رئيس النادي فيما سابق سنة كنت جايب هيرون تجيب مديرات تنفيذيين أصغر على قطاعات معين زي كوات القدم نفس السلة نفس العرب مختلفة عشان تتمكنهم أيضا عشان هم يشتغلون إذا كنت أنت خلنا نقول صرت مركزي في هذه العملية لا تخلي الناس تنجح تحتك لا تسهل عملية النجاح هل تقصدك أن ماجد الجمعان يكون يجي مثلا يخلي هي أو مثلا ما يجي ما تفرض سلطتك بشكل قوي جدا ويكون بينك وتناغم لازل يكون هذا التناغم موجود صحيح بس صعب اليوم أنه أنا أجل يستنفيذي مثلا كماجد الجمعان أو أي شخص مثلا ويكون فيه مدير رياضي موجود قبلي أنا ويكون التعاون بيننا ويكون بيننا كمستري عالي صعب جدا هذا ممكن تكون إذا جبت مدير رياضي أنا بنفسك جبت مدير رياضي فصرت يعني نحن الآن نفكر في مرحلات وش بيصير قراراتي ذهوجة بس السؤال أعتقد المهم الآن هو أصلا بيجي ولا لا يعني لأنه أنا أعتقد لا أنا يبدو لأنه صدق استثمارات العامة لو وافق على أن ماجد الجمعان يصير رئيس التنفيذي لنادي النصر هو بيفتح باب باب لا يمكن إغلاقه لماذا؟ لأن كل الاندي الثانية الهلال الأهل الاتحاد ستطالب أن رئيس التنفيذ يكون واحد من أبناء النادي حيعرفون يطلعون واحد زي ماجد الجمعان يقول لك والله هذا خبرة إدارية كفاءة مدرمين ابن النادي منه فينا أنا ما أعترض على النقطة ذي يعني أنا أقول ماجد الجمعان مجرد أن يحظى بدعم وتأييد من شخصيات نصراوية كبيرة لها تاريخ معناة النصر على مستوى البذل المالي على مستوى حتى النجاحات الرياضية والبطولات هذا عامل مهم جداً وهو في ذاته بدون الدعم هذا والتأييد هو كفاءة فإنت تأخذها بالمنطقة هذا تقول والله فعلياً يبدو وصوله إلى هذا المكان منطقي وطبيعي بس كمان الصندوق ممكن يأخذ المجانب ثاني يقول لك أنت من خلال أنك تجيب شخص ويجي مدعوم من عدة شخصيات تجي تفرض علي أو تضغط علي من أجل تعينه أنا بفتح على باب نفسي باب لا نهاية له هي فعلاً كده زيان ما نتصورها هل فعلاً التخوف هذا موجود؟ أكيد أبو عالي ليه لأن أنت اليوم هذه المشاكل موجودة في النصر موجودة في الأهلي يوم الأهلي في صراع قطاب في الأهلي وهذا مو بصر للجمع وتكلمنا فيه في الحلقة هنا بالجزاء الماضي أنه تعاقض مع لاعبين على حسب رغبة الرئيس التنفيذي ومدير الرياضي وده مشهول مدرب بس اللعيبة يدعمون مدرب وأعظم الشدارة دوم المدرب فيه دار الدور على من اليوم ولي عنده القوة اليوم مثلا القوة عندي ياسريا خلاص هو القوي بكرة عند رونغورلي ولي هذا اللي صار الآن لو تعتم التعاقد مع ماجز الجمع لأنه الهلاوي مجوك هذا والله السم خلنا نطر المثال بابدز العنقري اللي كان يقود الأهلي في بداية التحول وتغنى فيه جمهوره الأهلي فهو يحضر بقبول الآن الاتحاد المتأكد فيه شخصيات اتحادية حتى في الهلال حتى في الهلال ستتم المطالبة بعودة باد بالنافل وأنه فهده مفرج يكون هور يستنفيذ يصلا فهده اللي مفرج أصلا من أحد الأفكار اللي لما الصندوق جالس مع لندية وعن التحول الأفكار الروساء لندية الأربعة قالوا خلنا نحن نكون رساء تنفيذيين مبدئيا لين خلنا نقولك لين خاص يتم التحول بشكل كامل واستحوال بشكل كامل وقتها عادوا تتخذون الخطوات المناسبة هذا الخيار الموجود الآن في اللي نصري به كان أحد الخيارات المطروحة من أحد رساء لندية على الصندوق ووقتها أنه رساء لندية اللي كانوا موجودين وقتها بسلي وفاد في النافل و أنمار أنمار ورئيس الأهلي من كان وليد معارض أنهم يكون رئيس التنفيذيين وهم اللي يمشون الناد لأنهم يعرفون على حسب يعني ما يرونهم أنهم يعرفون النادي وعرف إلى خيره وعرف البيئة يعني اليوم لندية كيف تدار لأنه اليوم شوف الجمهور مثلا في السوشال ميديا يهاجم مثلا رونغو يهاجم قويد وهير ولي وهاجم رامون بلانيس في الاتحاد أنه مثلا نقول والله الفريق خسر مو بحاس بالمعاتل الجمهور مو بحاس بحجم التأثير اليوم مع أنه أنا هير يعني التخذب على مستوى شخصي في أبها في الجنوب يوم مباراة الهلال والنصر وكانت أول مرة أنا ألتقي فيه فكاننا نتكلم ننسول في المباراة فاتفاجأت أنه هو عنده صورة أنه النصر ينهزب من كل الهندية بس ما ينهزب من الهلال يقول هذه الصورة اللي حنا عندنا في إسبانيا اليوم حنا في مدريد مثلا يقول هذا الأخصر من كل الهندية ما أخصر برشل هذه الصورة هي عنده يعني فهذا شيء إيجابي أنه اليوم يجي شخص مسؤول عارف طبيعة التنافس هنا وطبيعة أنه اليوم أنه أنا النصر إذا فست على الهلال هيتغير موسمي أنا ممكن أجيب دوري وحتى هلال إذا فست على النصر أنا خلاص أجيب دوري لأنه تقس عوام النفسية باستقرار نتائج الجمهور وقتها يكون في أعلى مراحل الدعم للنادي لللاعبين لكن لو خسرت لا تلقى مشتمون رئيس التنفيدي ومدير الرياضي والمدرب واللاعبين والأمان يعني شيء محزني الآن خاصة ليصير رئيس الأهلي يعني أعتقد يعني ما أشوف يعني ما أشوف أنه نفرض أننا كجمهول ومسعود نطلع بهذا الشكل خاصة في المقطع اللي ظهر أمس يعني هو في نهاية أنت والجمهور كلكم تعرفون ما عند الصراحيات يعني تخمر دخل نادي ها؟ تخمر دخل نادي من اللي بتحمس يشتغل في الرياضة بالوضع هذا يخي يجي رجل تاجر ولا مسؤول ولا رجل محترم في شركته الناس كلها تقول أسم بشرطة لعمرك يروح لوسط الرياضي يلقى هالمعاملة يخي والله ما أحد بيشتغل في وسط الرياضي بالطريقة بس أنت حارفيا والله أنت والكوب ذا هو واحد جد والله أنت والكوب ذا هو واحد أنت ما أدري عن القارات في الاندي إلا بعد ما تعلن تعقدات مثلا أنت ما تدري عن القارات في الاندي إلا إذا يسوي اجتماع مجلس الإدارة وقالي الله التصويت على القرار فلاني لا وحتى تصويت أنت خسران أنت واللي مع من الشركة الربحية تقولون حنا ضد ثلاثة يقولك معه خلاص معه هل هذه الحالة موجودة في كل لندي إيه لأي مشعبي زي كده ما توقع شف لا لا حتى لأي مشعبي بعض القرارات أنا متكدر لازم لازم يصير في توافق ما في المشكلة ما في توافق في صدام هذه المشكلة إيه ليش طبعا أنه أنت اليوم ولكن كلامك عالية أنت اليوم نحن في السعودية بتعودين رئيس النادي الظرفي الجمهور الإعلاميين رصد الرياضة الهلال اليوم لو صارت النتائج سلبية ما من الناس بتكلم عن مين تكلم عن فهد أفرج بتكلم عن فهد بن نافل صح النصر مثلا العام الماضي كانت تتكلم عن مسلي مثلا في الصندوق هو ما له قرار ليلي أنه خلاص السنوات الماضية فيه فيه أنه اليوم أنا رئيس النادي أنت لك يا أخي أنت تتحرك أنت سوف شي هو ما لك تتتحرك حتى اليوم مثلا جمول الأهلي أصحابي الهلاويين كثير يقولون يا أخي ليه شو ما يتحرك رئيس النادي كيف يتحرك ما عنده شي ما عنده شي يتحرك يروح يتخل ناد يقول يلا ماشي مثلا أو مثلا يلا أمشي ما يحدث ما عنده صلاحياته حادي ويجي يحضر يقولوا له في الأسبوع عندك مثلا يومين تعال النادي والله اليوم مثلا فيه مثلا عندنا توقيع أو عندنا تعال مثلا وفيه رأسان دي كانت أحد طلاباتهم بس مستحين أسميهم أنه أنا إذا جيت في التوقيع أكون موجود توقيع اللعب بس بس وشفهم وصلنا يقولك والله أنا بس أبي أمسك التشيرت ووقع خلاص كذا بس نكشق قدام الجمهور ونأترانا في الصور وفي المشهد هو أصلا ما يدري عن فوضات اللي يوم قد تدقوا قد اتفقنا مع فلان يتعال ووقع شيت والله خلنا نشوف أنه ماذا جي صارت في الموسم الماضي وهذا الموسم من ناحية رسال أندي أنمار الحائلي في الاتحاد بتشوف أنه كان فيه تحس عداء من لحظة مجو إلى جانب أنمار الحائلي ما يبغاهم وطاقم أنمار فصار فيه تسريبات للصحفيين أنه هؤلاء يجعلون أنهم يتعالون هذا اللي صارت نموذج نفس الموسم صار فيه نموذج أنه إدارة مسلي مع أحمد الغامدي مع الجماعة السعوديين قادوا حرب على قويد أنه يغير هوية النادي صارت حرب لأنه هذول يملكون الصحابة يعرفون العمين أخوياهم زملاهم فقادوا قادوا حرب نجي في نموذج الأهلي نفس الكلام أنه هذول الأجانب جلسين دبنون النادي من خلال المدير خطابنا الهلال لما صار فيه لأنه شوي صار فيه أنا أعرف أنه الصندوق لما جاء عين رسال رسال التنفيذيين في الأندية بنا على معطيات النادي نفسي في الهلال مثلا في الأهلي قالوا أنه بغا رئيس تنفيذي يعرف كيف يبني الفرق ويطورها في الاتحاد قالوا أنه بغا رئيس تنفيذي يطور لفئات السنية يطلع لعيبة شبان قادر على جلب المواهب الأفضل في المنطق الغنو وقس على بالك بنوها بهذا الاتجاه لأنهم يظنون أنه الاندي أنا أقص يعني عندها أنا أقص مو كلها في صف واحد بالضبط إلا ما نختف الوضع مع قويته 100 أو 8 درج متحسن متحسن بس من الناس اللي تقدر تقول لي أنا وش المعطيات هي تقول لي أنا فعلا كنت ناجح ولا فشلت يعني أنا يا قويت ذا هين جالس أنا أتكلم ذا هين باخو وجهة النظر المضطرفة الثانية أنا من أشد المعارضة في القويت وهي أنا في الحلقة قلتك أم مرة قل ألف مرة بس إني لما أوقف بطالة بشوف وجهة النظر الثانية طيب وش المعطيات هي تقول لي إنه النصر فعلا كان ناجح ولا كان فاشل وش الشي اللي ببني عليه يعني عام الماضي خراج مكاساسي في ضرورات ترجيح بعد طرد ذهاب ويام ومع المبرة عظيم النصر خراج مكاساسي الملك بعد طرد وأزمة وبركات ترجيح والدوري جبت ثاني أعلى معدن نقاطي في تاريخ الدوري يعني كنت ناجح في الدوري بس الناس كانت تكلم إنه موسم كارثي للنصر وسوداوي والحياة كئيبة لأنه والله ما فزنا على الهلال أو ما فزنا بطول الدوري أو أي أنتك تجي تأخذها على هيرو مثلا أنا الصيد الشخص مواجب طبعا عندي أسباب يقولتها سابقة ما سأجيك إلى أسباب الصحيحة أو أسباب الأخرى جاب لك اسمي اسمي كان أفضل مدافع في الدوري حاليا جاب لك اثنين من الأجنح الرائعين جدا الصغار الموليد اللي عمارهم حتى قليلة جاب بنته الحارس اللي جايز يتعلق عند العديد من الأشياء اللي قام فيها من ناحية بيع لاعبين شبان بعد ما كان العدد 45 واربين لاعب بعد عدد كبير جدا منهم قل المعدل العمري للفريق نفس الفريق اللي كان يجيب صفقات 22-23 سنة صار يجيب معدل العمار أقل يعني فيه أشياء جايز تقول لي أن الرجل جايز يعمل في اتجاه صحيح جاب بيولي وكان يعني خيار هو يرى أنه هو الخيار الأنسى وقيل كاز يعني فيه أشياء جايز سوية حق بس الناس ميجلس تتكلم عنها الناس يستدور بنقطة سلبية اللي هو ليش ما جبت لنا محور طيب ليش ما جبت لنا ظاهير آتا ما عندي مشكلة محور شتا ثمات اي بضبط التو وديو ظاهير بس أن أنا أنا تمنى هوجهة النظر وتكلم تعال مش رحتها السابقة بس أني أنا برضو لما أتكلم حرام أن يجي عند هيرو وأبدأ أبين أنه الشخص السلبي أو الشخص الكاري يعني وأنا ودي أسلالك سؤال بس أني أنا متأكد أن الرجل متحكم في قرارات كثيرة يعني هو اللي جاب كاسترو وبالتبعة الحال هو اللي يبقى على كاسترو وهو اللي جلب هيرو طبعا هذا كلام من الماركة فالرجل اللي جاب كاسترو جاب هيرو طبيعي أنا لما أتعامل معه كنت جدتني طبيعي أني بيكون عندي كيف أقول لك بصير فيه عمل غير احترافي اتجاه اللاعب نفسه من المدير التنفيذي أو من المدير الرياضي للنادي والمدرب نفسه لأنه أنا اللي مرشحكم أصلاً عند النادي أنهم يجيبونكم يعني أنتم بدوني ما كيم ديقوا تلعبوا في النصر أو ما يندقوا تشتغلون في النصر باختصار أحرار هذه الجزئية الجزئية الثانية أنه هيرو أول ما وصل في مؤتمر تقديم أنا وصل للمؤتمر كامل تسجيل معنى ما أعرض في المكان بسجلة واحدة رسولية هذه أنا مساوية على هيو لما أتكلم قال ليش خترت بيولي أو ليش يعني كيف خترت بيولي قال أنا كان عندي عشر خيارات وخترت بيولي لأنني أنا أرى أنه طب الخيارات وأنني أنا رشحت بشكل مرة قوة قال أنا طيب بناء على عشي خترت أو ليش خترت قال ما في مدربية كثار يبون يجو هذا واحد يبون جو الدور السبادي ما في مدرب كان متاح درب أندي قوية ما في مدرب كان متاح درب لاعبين لفل عالي فكان هو الخيار الأنسى من هذا الجهة سأل الصحفي صراحة السؤال أنا ودي ودي قابل أقول بيضروجك على السؤال لأنه قال له طيب هل أنت اخترت بناء على هوية النادي يعني فيه هوية واضحة النادي بتختارها قال هو مدافع وأنا مدافع طبعا بيقول لي كان مدافع وهير مدافع وسلوب لعبة يعجبني أنا حب سلوب لعبة أما طريقة لعبة فسلوب تعجبني أنا يعني عجبتني صراحة وعشان كده جلست مع فريقي كده بالحرف جلست مع فريقي وشفنا أنه مناسب للنصر هل هي تعجبك أو هل السكواد الموجود في النصر أو قائمة السماء موجود في النصر يشبههم هذا الأسلوب اللي بتلعبه أو أنت باني أسلوب جديد رحت تبناه أو أنك ما استخدمت الأسلوب الموجود في النادي ليختيار هذا المدير يعني أنت ضيعتني بين أربع خيارات أنا أتهت فيها إنه مستحيل أنك تأخذ مثل هذه القرارات وتجيب مدرب وأنت ما عندك خطة هو يقول ترى أنا في النصر أكبر مكان عملت فيه وتعبت فيه في النصر لأنني اشتغلت على بنية تحتية ضخمة جدا على مسألة تأسيسها طيب قال طيب ليش ما جبت سؤال ثاني طيب ما جيت لعب ستة محور قال عندي عيل حسن مخترع لي وخيبري كلهم لايبت منتخب كلهم لايبت منتخب وقال عندي صليهم أيضا وعندي أتافي بروزفيتش فأنا نظرت أنني أطور مركز ثاني لو كان الصحفي شوي ذكي كان قال طبعا لحسن علي لاجم يترى يلعب الساس في المدخب يعني ودى الاتجاه هذا لو كان في أسئلة دقيقة لش تجيب لاعبين اللعبون في نفس المركز مواليد فرصة مشاركة ذا مرتبطة فرصة مشاركة ذا يعني لازم هذا ينصاب عشان ذا يشارك ففي أسئلة كثيرة يعني أنا وديها في الشكل الرئيسي والأول إلى رونالدو التعقيد اللي في حالة رونالدو زائد وش مقياس النجاح عند النصر يعني هل أنا أقدر أقول إنك قويدي في الشم طبعا ألسر كثيرة هذا غاية دخلتك في سياق مرة طويل خلني ناخذها حب حب اليوم وش مقياس النجاح لأنت بطولات الصحية بس النصر يعني موسم هذا وش هدفك لا أشوف الموسم هذا النصر كل موسم مطالب نجيب بطولات وهذا قدر النصر وإن أنت اليوم ندي كبير وقص على ذلك طالع أنت اليوم يعني جارك ندي كل سنة نجيب بطولات فالضغط الضغط عالي لازم نصير نفس الهلال وبالعكس أنا أشوف أن هذه تعطي الهلال وللنصر بيئة ممتازة للمنافسة فيما بينهم يعني شفنا النصر لما راح العالمية الهلال نشتغلوا سنوات نروح العالمية الهلال لما جاب آسيا النصر قبل وقال نجيب دوري لما الهلال جاب آسيا لا صار ما حدث يبون نصرويين الدوري صار يبون آسيا فهذا التنافس الجميل اليوم يكون بين الهلال والنصر أو يكون بين فريقين كبيرين بنفس المدينة قلت لي من أختار هيرو بالتأكيد اختار هيرو ورونالدو من أبقى كاسترو يعني من أبقى كاسترو ورونالدو من أقال كاسترو من أقال كاسترو هيرو لكن في لكنها عدة عوامل وترسبات وقال لا بد من وضحها اليوم اليوم مولهنا لما يقولك رونالدو وهو اللي يختار هي رونالدو بقى كاسترو يدخل رونالدو نادي يقول تعال انت جلس لا تروح ويمشي لا في عوامل هو رونالدو رأى أنه الموسم الماضي النصر كان كويس قال خسرنا من العين نحن كنا نحسم العين بلانتيات ضربة حل في الهلال نهاية قدمنا نهاية تاريخي وخسرنا ضربة حل ويرى أنه أحسن من الهلال فقال وجبنا الدول الثاني في الدولة بعد نقاطي كفية فقال لن ليش أنا بحث عن استقرار تعال بنت صح الأمان الأوروبي في هذا الشي هم يعني أهلة هم دائما تلقاهم ممكن آخر شي فكروا فيه قالت مدرب وذكرها هذا هي رفو مطر الصعب ذكرها قويد وفي مقابلة في أحدى والله بعد أحدى الرعايات للنصر قالوا آخر شي ممكن نفكر فيه حن يقاط مدرب لك عكس مثلا حن كسعودين طبيعتنا وحتى كخليجيين بشكل عام إنه إذا سات النتائج على طول ما نروح اللعبين أنا مدرب مش المدرب فأنت جاي من مدرسة مختلفة مدرسة تقولك لا الآخر واحد ممكن أعاقب أنا في هذا السلم الطويل هو المدرب فشان كذا النصر أبقى كاسترو ورونالدو يعني أبقى كاسترو وكاسترو ذكر في العربية مع بتال القوس أنه أنا جيت برأي من رونالدو وهذه النقطة التي اختلت أنا أبو علي ببداية الموضوع بنزيمة اليوم أنا ما أشوف أنه يعيب النادي أنه أنا يكون لعيب لعب نافذ وأنا أبحث عن أن يسوي هذا النادي قيمة على مستوى العالم ودولي التنافسي فأنا أعطي اللاعبين الآن الموجودين الآن أنا أعطيهم الصلاحيات تخذ كرة القدم بحيث أنه هم يتطور مع بعض نوصل مرحلة هدف حين النبي وبعدها خلاص أنه بعدها تكون القوة لأنا زي اللاندي العالمية الآن ريال مدريد وبرشونا مع أن برشونا كان يتحكم يا شيخ جاب تاتا مرتينو من من العدم من العدم فكثير يعني هل تقيله بعد أول انتكاسة هل تقيله بعد أقل من شهر أقل من شهر من دولزو هذه الحالة زادت متها زادت بعد النتائج السلبية في المعسكر المعسكر النصر يعني كان معسكر كارتي معنى الكلمة شوفينا اليوم شوفي عبت النصر فريق يعني تقال ستين يوقف في الملأ فاروق شافعي قال تصريح كارتي ترى أعتقل من فاروق شافعي إذا ما كنت مخفل المباراة الضائر المباراة الضمك الأخيرة وكنا عارفين أن النصر جد ستين حنا بنركب المباراة حنا بنكون كويسين في المباراة بس خاننا طرد طرد لعب ضمك فكارتي إذا أنه خصومك ما تكلم عن فريق منافسك لا لا خصومك اللي في الدوري عافين أن أنت ترى جدقه ستين أنت منهار تماما فهذا كانت إحدى الأشياء السلبية مخوذة على كاسترو جاء الاختلاف الأول أو خلنا نقول الخلاف الأول ما بين هيرو وكاسترو على موضوع المداث كاسترو يبي لعب وسط هيرو يبي مدال في النهاية هيرو كان لها القرار من اللي رجح قفة قرار هيرو وكتا صراحة ما عندي علومة كيدة بس بتأكيد أنه شخص نافذ يعني يعني ما هيرو نالدو لأنه في النصر التراتوبية في اختيار اللاعبين وفي دارة الرياضية من يوم جاء هيرو من يوم تم التعاقد مع هيرو ما في صراحيات لأقويدوف على كرة القدم هو عضو لا هو عضو في اللجنة الفنية له يصوت قرار بس اليوم أقويدو ما يقدر يدخل يقول يلا شباب بنغير لابورت قرار ملك أو مثلا يدخل يقول والله والله بنته جانا مثلا عرض مثلا مثلا من ليفربول بنبيعة والله لا قرار ملك اليوم التراتوبية في النصر في دارة الفنية هيرو له القرار الناف بعد ذلك مدر بعد ذلك طبعا رونالدو له قرار نافذ قوي جدا يعني دام رونالدو موجود في النصر له قرار نافذ جدا ورونالدو مول جاء نصر وتحكم في النصر رونالدو كان في اليوفي يعني كان أحد أسباب اللي رحيله أريقري كان رونالدو أول موسم لأثمع يوفن رحي ساري رحي ساري وحتى تغيير اليوفي تغيير أنه المدرسة اليوفي اللي يقولك بلصير فريق هجوم اليوفي عمره ما كان فريق هجومي أصلا في طخل في إيطاليا بسبب أنه رونالدو فهذا موعب بالأكس أن لما يجي اللاعب اليوم يبي يطورني بالأكس أبركة من ساعة يعني على الأقل اللاعب هذا اللي جاي اليوم أنا أمتكد أن هو يبي نجاح النادي في سنوات كثير مروا إدارات وإداريين فاشلين فاشلين كان يخذوا نادي كبير ودخلوا في جدار وقص على ذلك النصر يعني ما نجح بصراحة ما نجح إلا مينفزا بن تركي سويد السويل البقين فاشل دارية ما فيه فأنا اليوم تيجي تقول رونالدو تحكم غيرو تحكم قوي دو تحكم طيب أنت كنت يمون يعني لأنهم اللي هاجمون هذه الأسماء هم معسكر واحد يعني معسكر أنه أي دار تيجي للنصر أنا أمتكد حتى لو حتى لو جاء عبيد الله عبيد الله ليش يجي في مشكلة وهكذا معسكر أنه أعتقدون أنهم كانوا واجحين في النصر بينهم هم أساس الفشل في النصر كوارث في النصر في النصر قضايا ديون إلى آخره فريق محق فطولات فريق يعني أشياء كثيرة تغير هذا الوضع النصر تغير منذ حضورهم يرسل في تركي تغير النصر صالح الفريق النصر رجع منافس رجع الفريق شرس في الملعب يعني ورسال سعود سويلم فاليوم أنا أقولك عن هيرو بدت لنقطة الاختلافات بينها عشان أوضح للجمهور ليش أنا رحت للناس اللي هاجمون الإدارة لهم أسكر واحد في النصر هو مهما يجي من اسم بيهاجمون فاليوم بالأكس أنا خل هيرو خل رونالد يقول قراره في النهاية أنا قيمة في النهاية أنت فشلت أنت نجحت في النهاية جاء بطولات والله كويس عمل هيرو مهما مربوط بطولات اللحظية هل تحتاج مقت لا صدقني مربوط بطولات اللحظية صدقني لو نصر ما يجي بطولات السنة لهذه والسنة الجاية هيرو وقويد وآوت وهذا قدر الفريق كبير لأنني اليوم جاي بك بطولات أنا ما جيت وله عندي رونالد يعني إذا ما استفدت رونالد ما تستفيد صحيح فرونالد كان يرى أنه كاسترو العامل ذكرت عن أنه كاسترو كويس الفريق ماشي معاه بالشكل السليم وحقق الموسم الماضي نتائج جيدة بدت من الاختلافات في اختيارات اللاعبين كاسترو كان طالب لاعب وسط كان طالب مدافع موليد عادي وهيرو لا قلت لا أنا عندي هيرو طبعا يرى أنه على الجامع يعني ما يستحق لعب الساسي في النصر عنده عدة أخطاوة هو يرى ذلك فتم التعاقب محمد سيمكا لكن الموليد قرار هيرو هو نفس الذي يشوف أن نواف بوشل وسالم النجدي يقدرون يلعبون الساسي في النصر يعني إذا علينا الجامع ما يقدرون يلعب الساسي في النصر من باب أولى أن بوشل ونجدي ما يلعبون الساسي وهذه أحد النقاط لم يكن تأخذ على هيرو اليوم أنه أنت تعاقدت مثلا من لعبين موليد أجنح ذين كان بإمكانك أنك تستفيد من ظهير أيسر موليد مثلا مع أنه في النصر كانت الخطة ترى أنه في تليسيبكا إلى آخر يوم كانت الخطة تليسيبكا وكان يرحل يا تليسكا يا ساديو ماني كلهم طبعا رفضوا الراحة فراحت إلى تليس اللي هو يمثل ما يمثل خلنا يقول لك حلق لا ما يمثل يعني مشكلة مالية كبيرة للنادي يعني يعني ساديو مايو يسلم 40 مليون يورو في السنة يعني فأنت وين تليسكا رات في تجاوز 10 مليون دولار في السنة بينما تليس لا فعشان كده تم التضحية في تليس وصارت لخبة تضيفة النصر مركز الضهير الأيسر أنا ودي أخذك إلى اللحظة اللي قرر فيها إبراهيم المهيدب أن يطلع من نادي النصر هل المشكلة كانت تتمح حوار حوالين كاسترو لكن تقلت أن اللي قرر هو هيرو اللي أخذ كل القرارات الرياضية في النصر من لما جاء إلينا اليوم حتى لو كانت خلاف رغبة المدرب هو هيرو هل كانت الأزمة أزمة المهيدب مع الإدارة التنفيذية في نادي النصر فعلا تتمح حوالين كاسترو أبو علي بس هيرو ورنادي شارك في القارات بس في نادي أبو خلاق نقول اللي يوقع عليه هو هيرو هل الأشكالية النقطة للخلاف المحور اللي طلع وكتب وقال عنه أنه فيه إدارتين في النصر كانت الأزمة كاسترو أو لا موضوع ثاني لا كانت الأزمة في الصلاحيات في القارات بس هو يبي الصلاحيات عشان يبي صلاحيات عشان يبي صلاحيات تغيير كاسترو جزو كاسترو لعبين جانب التعاقد مع لعبين محليين هي كلها مرتبطة بملف من يقود كرة القدم عشان نوضحها الجمهور من يقود كرة القدم في النصر هل الإدارة الغير ربحية اللي ترشحت إدارة أستاذ بريم المهيتب ولا كريستيانو رونالدو ويكون القرار مع هييرو اللي هم يعتبر القرار النافذ لهم فهذه كانت المشكلتين في النصر لكن أنا أعتقد أنه بريم المهيتب ترشح للنصر هو كان يعرف أنه حجم صلاحياتك إلى أين أنا أعتقد بذلك هو كان يعرف أنه حجم صلاحياتي أنا اليوم أعتقده لم تأكد لا أعتقد أنه أعتقد أنه طالب يدري إنه وضع كذا وضع كذا من أي ناحية إنه ما في صلاحيات ممكن هو كان يعتقد أنه يشكل توافق إلى حد ما يعني زي ما يسوي لأي مشعبي يعني يتوق إلى حد ما صح أنه ما عنده القرار الكامل أو العرف الكامل بالقارات المصرية ولكن إلى حد ما هو مطلع على النادي لكن على عكس مثلا أني أجي أنا وأنا ما أدري يعني أشوف مثلا والله ترى تعالي خلصنا مثلا مع الأبو الفلاني أو مثلا ترى نخلنا اتفقنا مع اللاعب العلاني فهذه أحد المشاكل في النصر أنا أعتقد أنه حتى بعد بداية الموسم النتائج السلبية كانت هناك أصوات في النصر ما بين راحيل كاسترو خاصة بعد خسارة من الهلال رونالدو قرر أنه يعطي بفرصة لكاسترو رغم من الخسارة برغم أنه كانت هناك في مشكلة ما بين بروزوفيتش وكاسترو وأنا أعتقد بعد العين لا لا كاستر سوبر بعد ما انطرد اللاعب كان قويدو بنفسه كان يهدي طلع وطلع علينا حنا في وسائل الإعلام كان يحاول يهدي كان كاسترو جاء المؤتمر هو عينه ناره شرار يعني يعني فيه هناك عدم خنوك عدم راحة استمرت مع نتائج السلبية بعد مباراة الرائد أعتقد أو في النتائج خنوك بعد ما سات النتائج أكثر صار فيه اجتماع مابين رونالدو ومرسولو بروزوفيتش ولعب محلي أساسي في النصر مش معنا هذرة تقول ساميهم واللعب المحلي ما تقول اسم ما أددهم لك يستان غنام يا إلاج لا 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 أعترر أغمات المصدر اللي يقول لا لا فهذا اللعب المحلي كده ما يقول اسمه لا سلطانة وعلي لا لا لو أقدر أقولي عادية أنا بقولها يعني طيب لعم حلي أيوة فتحدث رونالدو أنه سبب استمرام التائج السلبية أو حتى حنان فوز بس الفريق لا زال يعني تذكروا أنه في كتير لعبين ضد كاسترو مضمن الساديوماني مضمن سيكوفوفانا اللي راح يعاره للاتفاق كان ضد أنه برقان أيوة بطب فشوف في نقطة لا لغفلها رونالدو اليوم يعني عشان بس ما حديفهم نحن لما قلنا يتحكم أنه هو القوي يضرب الجميع ورأيه ليمشي لا للأمانة هو يعني طرع عادي تتناقش وتقول له مثلا فلما قلوا اللاعبين هذه المشكلة تحدث مع هييرو مباشرة تفهم تحدث هو هييرو على ضو هذا الاجتماع وبدأت حركات النصر في اختيار المدرب الجديد عشر اسماء بعدين ثلاث اسماء بعدين اختار هييرو وبيولي هل اسماء تعرفهم؟ كان من ضمنها بيولي و كان من ضمنها بيولي وأليقري وفيه مدرب ثالث بورتولي صغالي فعلا النصر حاول مع نعم انزاقي اسميوني انزاقي لا كان هذا خيار في الصيف سيء مرة خيار في الصيف انه ممكن نتعاقد مع جس نبذ انه مع انزاقي ممكن تدرب كبير بس انا شوف انا احترم رغبة انا احترم كلام هييرو لا مانف في اختياره البيولي بما اني ميلانيستا وعارفها زين يعني بيولي هو مدرب يصلح في هذه العزمات انه انت جاي في نصف موسم وعندك اسماء ممتازة وعندك فتبي مدرب يعمل عليها واشتغل عليها بالشكل المطلوب هو شكل نقطة فارقة مع بيرونتينا صحيح وكان نقطة تحوله جدا مع اسيميلان ما كانوا معروف بس في ايطاليا انه مدرب سوبرستار ومدرب كبير بس مع اسيميلان تغير جاء بعد قالت اللي هو الانتر لا لا ميلان جاء بعد قالت لا الله محمد رسول يا أخي عودي بلارة حتى مع الانتر لما درب الانتر جاء كمدر الموقت ايوه وكل تقريبا نصف مسير كمدر الموقت بس كلها في ايطاليا وحتى مع ميلا لما جاء مدر الموقت أهلهم لابطال أوروبا ووقتها مالديني قرر انه ما يتم التعاقد مع راجنك ليدرب الحين وانتخب النمسا ومنح الفرصة لبيولي ونجح بيولي وحتى الآن لما أنا هو في النصر يعني في تغيير فني في النصر في تغيير فني أكيد عن نصر ما تخدمه يعني أنت اليوم سادي وماني وتلس كورونادو ما لعبوا مع بعض يعني نتكلم بصراحة اليوم سادي وماني وتلس كورونادو يقدرون يضحون رونالدو وواجبات الدفاعية والهجومية يعني على أكس لما أنت تجيب لعيبة يخدمون طريقاتك بشكل واحد منهم في فريق الواحد بالضبط يعني والدليل لأنه بيولي غييت طريقة النصر صاري لعب مهاجمين صريحين سواء مع الهلال تلس كورونادو سواء مرة كثيرة يعني سيلعب مهاجمين صريحين فأنا أقولك يعني الآن القرار في النصر هي بعدين بيولي وقيده عضو في اللجنة الفنية لك رونالدو بتكيد لقراره يعني وقراره مسموع هو اللي يبقى على كاسترو وحتى وقت أزعله من نصروي لما جبت الخبر بعد كاستوبر أنه رونالدو يدعم بقى كاسترو وقاله مش كنت النصر وش دائما تصنيفات أنه أنت إذا جبت شيء ما عجب ما عجب مثلا الرجال السمامك يبدأ صنفك على مجموعات أخرى بينما أنت ما لك دخل مجموعة الأخرى مثلا فإذا جبت خبر سلبي على مجموعة الأخرى يصنفك على مجموعة ثانية هذا دائما مشكلة النصر النصر أعتقد دائما مشكلته هي تصنيفات والأحزاب أولا ضولي حزب فلاني ضولي حزب ما يحزب أنت والنادي ضائع ما يحزب أنت أنا أنا محزب اللي يشتغل كويس واللي يكون يعمل ممتاز للنادي ويجيب البطولات هذا هذا مو أنا اللي معه هذا كل الجمهور معه أحمد الغامدي والثنين من الإدارة السابقة كما موجودين كمدير كان لوقتها تحول من أكثر من منصب من رئيس تنبيدي إلى مدير كوراي أو رئيس أبود مدير الرياضي للفريق الأول إلى أكثر من منصب مع ثلاث أشخاص قادروا في في ليلة وضحها يعني كذا فجأة لقينا ثلاث قرارات في يوم واحد هذا رايح هذا رايح وكان يعني شيء عمل عليه داخل النصر وش السبب اللي خلاهم أو من التخطر على هذا بتأكيد التخطر على هذا اللي هو مجلس رئيس تنبيدي ومجلس إدارة طبعا رئيس تنبيدي وبناء على مباركة من المجلس الإدارة لأنه اليوم لما جاء قويدو وخصى رئيس تنبيدي مستحيل يكمل أحمد الغامدي وقص على ذلك حتى في أهلي يزن الشريف لماذا ما هو الشوم بدري أحمد الغامدي كان تم تعيني في منصب مدير كرة القدم جاهير لا لا قبل جاهير للموسم الماضي بعد خسارة من العين وأعتقد أنه كانت إحدى عبر تبنيج للجمهور يعني اليوم ما أعتقد أنه منصب مدير الكرة يقدر يقدر يأخر في كرة القدم يعني اليوم في كرة القدم قرار المدرب واللاعبين يعني أنا للي سمعت أنه شالوا أحمد وشالوا المجموعة اللي معاه لأنهم كانوا يعني يمثلوا الحزب يعني ما كانوا عليهم وفاة مع إدارة قويدي تنفيذية وكانوا مسببين أزمة طوال الفترة الماضية فكانوا ينتظرون يعني مباركة من المجلس إدارة أنه يعطونا قرار خلونا نحاول نرتب وضع النادي من الداخل بعد ما تم استقالتهم كلهم الثلاثة طلع الحلافي أتوقع اسمه كذا والمبارك ما اسمه رئيس تنفيذي النادي النصر اللي يفاز في طولة الدوري 2019 أحمد بريكي أحمد بريكي طلع بريكي وقال أنه كان كذا رمى أنه نغف النادي وأنه قرارات ممتازة وأنه لازم النادي يكون أشف أنت اليوم أنا اليوم كريست تنفيذي لما أجي للنادي وأمسك أنا راح اليوم الموجودين قبل راح مشي لأن تتكلم صراح اليوم أنت فهدري عن الولاء 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 الناس اللي تحتك اليوم هل يوم راح يكون معك أو هل راح يدعمون لنجاح ولا وفي نقطة مهمة اليوم اليوم الموجود بمكان أنا راح أجيب الناس اللي أعتقد أنهم راح ينجحوني صحيح فما بالك أن كنت جاي من جنسية أخرى من ثقافة مختلفة جاي مكان حتى اللغة ما تعالى معهم فالتأكيد اليوم أنا اليوم لو أجي المكان أكيد بأجيب مع الأشخاص يناثق فيهم وأعتقد أنهم راح يكونون سبب النجاح فكان في النصر من الطبيع أنه كان يمشي أحمد الغامدي أو يمشي حتى في الإدارة التنفيذية إذا كان أحد مشه في إدارة التنفيذية لأنه الإعلان كان عن أحمد الغامدي لكن اليوم حتى رسك اليوم عن عمل قويدو في النصر هو الآن نكمل سنة أو بكمل سنة على مستوى التجاري نصر فيه تغيير اليوم فيه تغيير كسبية جدا على مستوى التجاري من لي مهوظو صدر هذه الأخبار ما أدري من لي مهوظو صدر هذه الأخبار اليوم بس أنا أقول اليوم أن أنت الجمهور أنت اليوم لك عقل لك جاز تشوف بعينك أنت تشوف النادي في جانب التسويقي والتجاري تغيير فيه اليوم فيه حراك في النصر على جانب التسويقي أنا أعتقد أنه من أفضل لأندي الصندوق اليوم في مستوى العلامة التجارية الحين هو النصر رعاية مع بي إم اليوم فيه رعاية مع دازن هي طرعا القناة اليوم فيه رعاية مع سنيكرز فيه على طقم التدريبات يعني فيه أكثر من يعني فيه أكثر من حراك تجاري وتسويقي في النادي اليوم تعاقب مع الشركة الإيطالية تريد لطفهم فيه حراك كويس تسدل وتخسر ثلاث مباريات أن ما يدرون أن تسر و تسر 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 هذا سابق ذكرت الشباب و هذه بيئتنا حنة لأسلا لا يهمني الصلاحيات عندك عميق شويتين حل الوضع اليوم في النصر يشبه الوضع اللي عاش النصر طيلة السنوات الماضية عندنا مشكلة الحل هو التغير المنقذ هو موجود خارج النادي والأستاذ ماجد الجمعان يمثل بطل هذه الرواية اللي شفناها في النصر كثير أنه اليوم إحنا ما إحنا كويسين بس ما نحتاج وقت زيادة ما نحتاج نعطي للناس اللي موجودين فرصة ما نصبر على المدرب يلا خلينا نغير اللاعبين يلا خلينا نغير أشياء كثير لأنه دائما نؤمن أنه الحل هو التغير والمنقذ هو مو بواحد من اللي موجودين هو واحد برا معنا اللي برا هذا كلما يجي أشياء كثير يعني في النصر ما تصير يعني أنا ما ودي يقول أسماء بس النصراويين على ما دخل نقول 15-20 سنة اللي راحت في كثير من الأسماء النصراوية اللي تمنوا قال ليتهم يدخلون للمشهد الرياضي ليت يصير موجود ليت يصير حاضر في المشهد الرياضي وأتوا وحضروا وما تغيرت أشياء كثير في واقع النصر فهل قصة ماجد الجمعان هي امتداد لهذه فصل آخر من هذه الرواية ولا فعلا الرجل عنده شي مختلف يستحق أنه النصراويين يقاتلون من أجل تخوله إلى نادي النصر شف هو أكيد عنده شكل مختلف عنده شكل مختلف هو إنسان متعلم زكتلي زي ما ذكرت أنا بجد قويدي هو متعلم لا لا أنا أتكلم عن ماجد الجمعان والمعلومة بس في نقطة ذكرتني قويدي كروسات تنفيذيين لجانب كان الصندوق هو اليد العليا في تعيينهم شارع إبراهيم في تعيينهم وفي اختيارهم يعني فمستحيل أنهم كانوا يخطرون أي واحد يلا من الشارع أنت سي او يلا تعال وممسك مثلا لكن ماجد جمعان مختلف مختلف بس أنا أعتقد أنه النصر تتم هذه تعرف الدائلة دي اللي تدور حول نفسه أنا أعتقد حتى وجه ماجد جمعان بس طلعوا صوات مع أول خسائر ماجد جمعان هذا اللي أنت وقلتوا يلا جيبوه هذا اللي أنت وقلتوا بن النادي يلا فيه لاعب فيه واحد ثاني اسمه فلان فلاني هو يستحق تبدأ صوات فهمت ليش لأنه مشكلة النصر دائما مو من الآن أنا أعتقد أنه مشكلة أزلية في النصر مشكلة الأحزاف صراحة تحزبات والترسبات اللي فيه والمعسكرات المقسومة في النصر اللي تختفي مع تقيق النصر البطولات تظهر مع فشل النصر والنتائج السلبية اللي مر فيها النادي يعني أصلاح مثلا مرحة السادس سعود سويل المنزل بن تركي اختفت هذه المعسكرات على وطول من يجي شيء سلبي في النصر أو النسائج السلبية أو مشاكل تطلع لك هذه الصوات فلان فلاني هو المنقد لا لا فلان فلاني هو المنقد فلان فلاني هو اللي فيه واحد منهم مصر المنقد هو النادي في كل سنوات يجاش يضيع بطولات يضيع تاريخ يضيع منجزات والمسكي في نهاية هو المشجع يعني ليش فيصف من تركي السؤال كان مختلفين فيصف من تركي طار أصل نصر تقريبا نبو لا يا ما كان شب عليه في البداية لا لا بالكروة الحمر أيو نيا شفت حق ثلاث بطولات خسرت تقريبا ثمان نهائيات أو تسع فلكنت تخيل لو أنه جاب خلنا نقولك ست منها تسع بطولات عشر بطولات بيكون أعظم رئيس نادي في تاريخ النصر ما حد جاب عشر بطولات وتسع بطولات وطلعنا بستثناء أبو خالد الرمس تتكلم ما بعد أبو خالد ما في السعود السويل جاء وحقق الدوري صح أنه موسم واحد بس حقق الدوري كان دوري تاريخ عام دوري التغيير في السعودية بشكل عام ليهو ثماني عبين الجانب اللف العالي من المحترفين إلى آخر لكن ما بعد ذلك يعني تقدر في النصر ناس تحاول تصدر نفسها في المشهد عند الخسارة أنه أنا قلت أن الجمهور لا حن الأبطال مع أسكر هذا هم اللي عندهم الحل والمع أسكر الثاني رد لا عند الأفلان هو اللي عند الحل لا ما الحل لأنه النادي هو اللي يعني هو اللي ضيع نفسه بطولات كثيرة وضيع نفسه بسبب مين بسبب أشخاص ينتمون إلى الأحزاب ذي وكان يقودون النصر وفشل بسبب الزمن خدمني لأنه ما يعطون الزمن وقته عشان يبدأ ينتج يحق نجاحات أنمار الحي أربع سنوات إدارة إدارة الله فاسر بن تركي فترة طويلة فوز الأهلي بالدور يجاب عمل تراكم وأي نادي بحقه وطلات بجاب عمل تراكم الآن يتم انتقاد الصندوق وأنا ما أنا معصة عشان ما حدي يقول كنت مع الصندوق حتى فرصتي هم أكمل سنة أصلا أو أكمل سنة أول أنت تتكلم عن هييرو وقويدو ورونالدو يعني هاتهم فرصة هم يكون قرار خاص هاتهم فرصة خلهم سنة ثانية ثلاث سنوات بعد أحكي من أول سنة تقول لا لا دولي والله ما ينفعون مو لأنهم ما ينفعون لأنه في أشخاص يبون يعودون للساحة للمشهد النصروي من جديد تصدرون المشهد بينما هم في السابق كانهم يعني سبب من السباب فشل النصر على المتحقيق البطولات تكريب عافية خالد لا يضعي الله أجل بحسساتي اللي بدي أطول الله أفك وعالين سعيد بظهور معكم أتوب وعالية وبودكاست مرتدة عشان ما تقولي الناس والأمانة يعني من المتابعين لكم الله أفككم وشرفتوا إن شاء الله ما تكون مرأة أخيرة اللي عادي درجع مادة الله يوفقكم لا لا بالعكس حتى رجع مادة كلنا نحاول والله شوف إحنا سواء بودكاست مرتدة ومادة وإن يكون نحاول أن يعني نظهر البودكاست السعودي بشكل الرياضي بشكل مطلوب وأنه فيه فعلا نماذج فيه في الرياضة مو لازم تتصدر طرح القنوات عشان هي تتصدر المشهد في الإعلام الرياضي السعودي بسنوزرع بسنوزرع هل عند الحين بسنوزرع ترى عادي ترى حنا نطري بعض ونسقط لا مو بنسقط بس نرد على بعض ونقول في الحلقات يعني ما في هذا الجو المشحون يمكننا أنا وابو عالية والشباب يشوتها لا بو عالية يجمعنا قروب واتساب واحد ونسرف مع بعض دايم لا بو عالية من بدأت الحلقة أعطاني واحدة على انتروميلة واضح عطاك مقوع شفت زي المدافع يعطيك كوع بداية المبارع واضح أن الفوزنا عليهم في الدور يمات جدا أنا بياك لا سهل من توافق أو من ما نلتقي ما نلتقي ولا نلتقي أي زمن لا نلتقي شكرا لكم وشكرا للمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة ياسر بن غانم في التصوير يوسف إبراهيم في التسجيل والهندسة الصوتية في التحرير أنس الخليل في التلوين عبد المجيد العطاس وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب وفي إدارة البيانات عبد الرحمن الصوفي هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نلقاكم بإذن الله في الحلقة المقبلة